في قانون جديد بدأ يحكم بلدنا من بداية الانفتاح لكن زادل ومن دولي هو قانون الجنيه لكن في شارع عبدالعزيز في قانون تاني أهم قبل ما تحضر العفريط لازم تتعلم تصرف وأنا حضرت العفريط صحبت عليه ونكبت على ظهر لأنه أنا عايز صغير وأنا بتفرغ أتشتغل ويتعلم وأعرف إزاي أصرف كنتك يا أصدق ولا أصدق شوف من هنا بدأ تقصدلي بالشارع ده من يوم ما بوي أشتغل فيه ساعات كنت بجيب له الأكل وعيش وساعات كنت بعمل لنفسي سبوبة جمد الدراسة عم لطفي عم لطفي عم لطفي عم لطفي ممكن تخليه بس الجرائد ده عندك لحد ما ودي الأكل أو يواجي؟ طب بتخليه معاك عبدالعزيز طب خليهم معاك عم لطفي تقريبا قطيب راجل في الشارع لكنه قسي علي مرة ما قددتش أنسها طول عمري وأسوته دي حولت حياتي بالعمر الله ماشي يا عم لك ليوب مش قلت لك لما تخش على حد تقول سلامه عليك وعبدالعزيز مش راجل إنت ولا إيه؟ طبعاً راب فهكمل الشغلات بعد ما تتغذى فأخذ العمود وعمش بتعمل إيه يا ولد إنت؟ إنت مش مخلوق للشغلاناتي إنت ليك العلام والمذاكرة وبس مش عايز تطلع دكتور كبير يا عبدالعزيز ولا إيه؟ ومام يوب أساعدك في الشغل وبرضه أطلع دكتور لا صاحب بلين كداب أهم حاجة عند المذاكرة والإعلامه بس يلا فوتي على البيت تقعد تذاكر في البيت لحد ما ييجي معهد الدرس وأنا هبقى أخذ العمود وروح يلا إعادة اسمع الكلام يا ولد حاضر يوم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته ربنا يمد في عمري يا ولدي ويشوفك دكتور كبير يا عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر 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 لك فيك شر الطريق. انا بقى شر الطريق. ايه انت هو ده? يلا يا زيزو. انا بتوطلق بجيش معروبتك ده انا تاني. وانت كل مرة تعمل لي مشكلة. يلا خد واحدة يجور من هنا. زيزو. خانيت مع بكر تاني. لا لا عاد. انت كنت فيه? انا كنت ريحة اشتري حاجة. انت تعورت. طب ما قلتليش لاجي معاك. ما قلتليش تمشي الواحدك تاني. يا عم بس خليك في الجرح بتاعت. ارجوك يا بابا شوفي ارباط عندك. ايه ده ايه ده ايه. ايه اللي عورك كده. لا ما تخافش عاملوتك. بسيط. انت هطلمت في دي كمان. ليه بس يا ابن الشقاوة دي ايه. مش شقاوة يا بابا ده الوات بكر المتشرد عوره. ولا شايفين. انت اغني هلم جافة. شينت عندك يا عاملوتك. طب ساني واحد. ساني واحدة. لا انا مستعد. حضر يا عاصم يا ابن. ايه ده ايه ده ايه ده. وستختي ايديك. ممكن ان يكون حيان ويأديك. امعد عنها ياه. انت مالك يا انت. حرام عليك يا عاصم. مش سيفه متعود. كده ماشي. والله هلقول لي بابا. انا عم اقول لك اطلع من هنا من جدان معرى العام الحج الشرشابي احسالك. يا عامل واقول لك سيبنا ننزل البضاعة في المغزن اللي في الممر. ونمش على طول. طب لو ما مشيش ده الوقت هولع في البضاعة وهولع فيك. وهولع في العربية وفي نفسي. وانشالله توطيني مركز السرطة. مش هنواسع. مش هنواسع غير ما نحمل بضاعة المعلم عندي. فاهم يا جعور. يا مجعور. عالي انت باعك يا عامل. فتنتمينوا إيكه؟ شريف صغناء في ايه؟ شيف صغناء في الصغناء. لسيك على ههه. بتان Pastima في النار تحضير من حفي نة. تحضير من حفي. تحضير من رسولة. تحضير من حفي. اتحضير من فتي. كما بالتحضير فكل chamada أوتير من رئيسي؟ امشي معلم امشي معلم امشي معلم هننضر القرآن ونقدر للعباء لعباء اعلم تعملوه ده ايوه عجبني يا راحاتي بس المعلم من ديلا فين نفعوش الكلام ده ومعلم خذ فيكم في المعلم انديل بتاع بس ومعلم المعلم من ديلا السمعلم من ديلا انتي هي معلم انت هي معلم مديدك على مين يا شرشامي مديده على عالة الصيعة دي والعربية دي مش هتتعتق من هنا إلا لو كنت عايز سيبشي بجنازتك النهاردة العربية دي مش هتمشي من هنا قبل ما تحمل وصر الشر يا شير شابي أنا بقول مش هتمشي ولا هتعتق ولا هتحمل وإنت هتخش معاك تشرب الزفت عشان أفاهم حاجات إنت مش فاهم هم دول اللي تعلمت على قديهم صنعة الجاري وراجينية والأهم إن تعلمت إزاي أصرف العفريت قبل ما حضر بس يارتني ما تعلمت حاجة مش قبل ما أضرب البقف بتاعك زي ما ضربت الشافعي خلاص تعيب يال هو ده اللي ملايحك أيوة خلاص كده يعني حاجة نسيب لقمة عيشنا ونمشي يورا السيارة الصيع دول ده يضرب ده وده يضرب ده وخناق فاهم قدامي يا أبني فاهم يا الله حضروا أساتب على الناس دي كل يوم كده خناق ودوشا صدعوني ما لفين زيزو؟ زيزو على عربية الكبدة الله اللي ودي صعران علي أول مذاكرة وشغلة عرفت بإزاي؟ طب ما أنا بسعدك أفيا بابا طب بزمتك وعنيك الحلوة دي من أشتر؟ انت ولي هو؟ زيزو أشتر واحد في الفصل وكمان في الدرس أنا مش عارفة بيلاقي وقت الزيز إنه يذاكر ويشتغل بس أنا بردو هزبقه بجد؟ طب خدي بقى خمسين قرشة هي بيكي لي حاجة وانت برا واحد ماشي؟ المزع رمضة دي عل فين يا زيزو؟ انت ما هي كانت؟ اللي لابت الواماضة دي أعيلا معاي جو؟. نشوف منساعة العاصمة ابن المعلم شي بتابع في إسح؟ وا صاحبه عشان حز scenes على رب وفرحه؟ يا seminان واه انت لو ما طيبتش خطر ابن المعلم مش هتعرف تاكل عيش في شارع الوزع ده؟ فوت قدني فوت الفوت واسرائيل يعني؟ فيزو يا معلّم تحبو اللي بطاش لك دهت عشان تباطل إيهت لأدب اللي فيك دهت؟ وعند جي جنبك ما تقعب بأدبك يا ألا انت ازا تميدي إيدك على عاصم ابني وتضربه؟ أنا والله ما مديت إيد علي يا معلّم هو اللي خيبان في المدرسة وبيجي يتمنظر عليني وأنت زميله في المدرسة؟ الأشكال دي تدخل المدرسة اللي أنا فيها ده كبيرة ويبقى صايا أنا مش صايا أنا أشتر منها وده اللي مدقت مني ده مش حافظ جدولة ضرب يا معلّم أهه لك سؤالي إيس؟ سبعين في مية وعشرين بكافة سبعة في اتناشة لأربعة وتمانين وحط السفرين يا معلّم اسألني في حسبة جنب ده كده عشان عارف أجاوه أهلا طب ست غسلات الواحدة بمئتين خمسة وتلاتين وسبعة سخنات بمية اتنين وسبعين يبقى كامل ضربية كلها يبقى كله 2614 يا ابني العفاريد من هفتكى إزاي دي؟ انت ابن عبر حمل عدال يا له؟ أيو ما انت عارفيني يا هو؟ استقى اسمي عبد العزيز زيزو يعني استبهية مش عدال بوعي صناعي الكهرباء دبلوم تجارة قد الزني بتشتغل معايا؟ لما حب قدماك عاصر يلديني على قفايا كل يوم أبقى أجل أشتغل معاك يا معلوم انت بس وصو بيانك ما يضايقونيش وأنا بسرح كبير الحدة انت بقى بتسرح بي ايه بالظلم الحان يا عزيزو الحكومة جات واخد دعربية الكابدة يا نهاري سودنا لا ما أخذها معلمين تعال يا تعال في الوقت ده لو ما عملش هرش كويس في عشر سنين هيبقى في السجن هو ده اللي قدرت أعليه يا شيخ تشطر الأول هو عفز جدوه اللي بده أعرف والله ما قدلك في المحل استنى عشر شبه يا صغير يلا يا سبحان الله الوقت لما بيقفش نبقى زيك بالظبط تقتلوا بس ما تصخروش طبعا صبع لكم عن مفتاحة خد بعضك وهوينا أحسن المرادة فيها قضية هوي بس اخذ العربية دي المرزقة أنا بتاعة أكل العيشة بركتنا يا ابني قلتلك الصحة أبدت على العربية وفيها قضية يعني المرادة هيخدوك على أحداث أحداث وفبرنا عن مفتاحة موجود المامات محفوظة برضو يا عمانة صبعا خير يا فتاح صبعا خير يا باشا مش بقى اللوات زيزي بتعرابيتي الكبدة؟ اي يا باشا هو وليم بتاعة تكالب؟ بتاعة في السجل المدن يا باشت نصنا ترات سنين وتطلق تعتذر يا رحمك؟ يعني انت عندك تلتاشر سنة دلوقتي؟ تلتاشر سنة؟ وبتبيع كبدة حمير يا معافن أمانة ما تكبر شوية هتعمل فينا يا يا مين هادل مصرحك؟ كبدة حمير يا باشت؟ دي كبدة بلد زي الفل كبدة بلدي يا با؟ كبدة بلدي وتبيع السندوتش بعشرة سالة؟ خط في الحدث لغاية ميقر مين اللي بسرحك؟ وبعد كده هتعلم على النيارة عمرك يا باشا ما تروح أمالي عن مفتاح؟ تعال يا بتاعك ما تروح أمالي عن مفتاح؟ راح أولي يا بكيس قلتلك لا خد الجرائي انت والفلوس وروح انت وانا جاي اخر النهار مش برضه اخر النهاري عن مفتاحها؟ لو عاوز تروح اخر النهار تبقى العربية دي بقى مش بتاعك مكتاب اللي ما هي بتاعك صاحبة يا الطعن خلاص بحها واخرص أبقى يا عالين بس بقولك مش بتاعتي طب تعالى بس تستلم يا شاب تستلم بس يا عم الحج انا عندها سبعة ساعتين مش فاطل للحجس بس يا عط صباح عصر قلب نفسك يا عط انا معيش في نوز بس بس ليك عند سبوبة عصر انت هتعمل معايا سبوبة ابن العتال سبوبة ايدي عط عربية الكبدة تاخد ادفع مية جنيه واخدت دلوقتي وانا هتديو منك مئة وخمسين ماشي؟ مئتين جنيه افتحه ماشي يا عبد بس عارف لو بتقفلم علي هعمل فيك ايه؟ هعلم عليك عيبة يا عم شاب يلا شوف شغل البقى انت وطلعني من عيبة ماشي بس قبل ما طلعك من هنا عندي ديك شغلانة زي اللوز وانا سداء بس بعيد عن الصرف هديك عربية انتش يا خلومة بس تعمل بقى عاش سوق مش عايز سوقا عربية تاني واضهتين البيوم والبضاعم المخازن للمحلات والزباين وحاجات كده يا عمي طب وتاخد مني كم في اليوم؟ يبقى الحال عجبك نجرب ونشوف وانا معاك بس تبقى فضهر استبينا ومنطقتك شارع عبدالعزيز بس انا بقى بيحبش نزلني هناك هكلمه اسقل فتيح بقى ومانا انا كمان بحب شارع عبدالعزيز عايز سجارة تانية سجارة تانية ماش يا زيزو ماشي هوا ده اللي حصل يا معلد الغسالة يا قتلا خطاعم عندوك ومعداش عليها جمع وبزر وتحرقت رودينا جايبها لك بره عشان تشوفها بنفسك وتشوف لي حالك انت زيفت انت نعم سيد المعلمين حسر يا قد بلا سيد المعلمين بلا بتاع شوف الهانب تاخد الغسالة اللي بره دي ترجاعها أنا هتكلمان وتديها أجدع غسالة في وراءتها فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيد المعلمين يالا غور ولو عايز فلوسك يا حاجة انا ممكن اتجعلك خد الغسالة برضو ان شاء الله تسلم يا معلم يا كبير المعلمين والنابي ده انا كنت عاشمانة فيك وهو عاشم تلع في محلي وانا هسكتلهم طب استنى اسمعين ألوها هنداز لا انت توجي تاخدوا بقى كل الطلبية بتاعكم بتاع راسي ايوه طبعا الله انا زبوني دلم واخذة على راسي اشيلوا على راسي من فوق انا ريس مالي ايه سمعتي هتبوزوني سمعتي بلاها اما دو بتوضبوا المصنع الجديد واتطلعوا الطلبية الجديدة نبقى نتعامل معاكم مع السلامة مرضية استكل واللي خالق الخالق انت احسن تجر في شارع عبدالعزيز ربنا يا خبي ربنا يبارك لك يا كبير يا باركة يخالي لك عيالك يا أخو يا إسلامي يا بدلا يا عيبة يا صايح يا قوان طادي وانا اللي بقول لها نفسي ما اقدرك هو دا اللي باخده منك اسمع يا راي انا عايزة تفوك ايدك شوية مع الصناعين عشان انت تطلع عينهم هم يعملولي حاجات بايزة انا افضل طول النهار ارد مع الزباين يا عم حتة بايزة من وسط مية ما تفقش بس يقولك ايه اعمل حسابك بقى كل حتة بعد كده فيها زيادة خمسة جنيه يا أخوة يعني ما تجيب أبونا اوه الزبون بيدفعه ومرة الجاية بقى غشين واحنا بنعمل الفيلم دا ودام الناس بقى تخفي ايدك علي شوية مش معقول كده يعني ما انت برضو اللي زودتها شرشابي ومسكت الوقت بتاقي ضربته يا ودي فهم الفول لازم الشارع كله وبعارف ان احنا متخنيين قرشين ملحة بعض ليه؟ عشان الزبون اللي يكره ليجيك والزبون اللي يكرهك يجين انا يا وانتواج يا صيحة واللي عايز ميت وادية تنطط حوالينا واللقمة تتقسم علينا كلنا اععل بقى قولك ايه خلي يا عم الحيتة دي خليها ميت بكرة الجمعة بواجب معك اصل كدة وطح عشر اجني عشر اجني حتة واحدة طب اصنع قول اللي جدوان انت ضربة ولا اديك مية مش حافظ الزبت هتجيبه ولا ما خالص يا عمي ما اتزرقش نفسك او كدة خلص انت انت حتبقى اقدع معلم في الحتة دي كلها لا انا اي عاذ اطلق صابت يا صابت الله لأ! ظابط غزباً عن عيني! والعلمك بقى! أول قضية هيعملها هيعملها لك بالبنة اللي معاك ده! ما اللي حقول ان انت شديك وبنشرب سوا! عادي هذا! نابوك هو هتعمل كده أحبسه هو الوحده! بس تسمعش الكلام اللي بقوله ليه ياو! انت العفرين تنتي! جاس يا مام الله! لقد ديك علكة تتاوبك على جنان الإفراث! ياو! فيه بس يا عبد الرحيم! مش قد تقولش نابوكي عني انت! هو ما ديه اللي هتفكر فيها واندي الفرطوس انت! اهنا بس اين لو حصل يا عبد الرحيم؟ جايبوه من الجسم يا ام المحروس! ممسبتي؟ اسمي يا مرة والله يا بقى أول واخر مرة! هي مرة واحدة! هتعرفك عالسوادق والمجرمين! عشان لما تكبر تبدا زيهم! والله يا بقى فهمت خلاص! والله هتشار من الحاجة تدخلي الاسم دائم! هي كلمة واحدة! وما هقولهاش تابي! اتروح مدرستك ودرسك 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 تقعد في البيت للمذاكرة بس! ولو ما في انتش كلامي ده هعرجك في السنف! وهافضل اضربت لحد ما تموت! لا! ايه! والله يا بو والله انا فهمه! هروح الدرس موجي جالف معادي! سلام عليك! ايه انت بس يا عبد الرحيم عشان تعرف تنام لك ساعة! ايه انت بس يا عبد الرحيم عشان تعرف تنام لك ساعة! ايدو محسك في الدنيا يا اخوي! زي زوجة طيب وفقم كل كلامك وتاب! وما عادش يعملت ايدها تاني ولو عملها انا هقولك يا اخوي! بس ايه ده يا عبد الرحيم! المرة دي جاد سليمة يا عاطف! المرة دي جاية هي لقصو لي! ايدا! انتظر بتعمل الواجب! استنى انا جاية هو! انت بتعملش الواجب في شقيتكم ليه? ما انت عارف اللمي عيانة وتقولي الوقت طلبات! ابوك كان بيدربك صح؟ لا 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 ده كان بيدرب اخويا الصغير! بس انا سمعكوا انت بتقول حرامتي يا بابا! يعني انت تعمل الواجب غلط! وكمانت طلب دي! فين ده اللي غلط ده كله صح! كله صح! يعني جامع كلمة شر! اشرار؟ طبعا! يا بنتي طبعا ايه! جامع كلمة شر! شرور! اشرار دي الجامع بتاع شرير! تراهلني الناسة؟ مش هراهلني! بس قبل عادة ما تضربك في الحصة! هتحك عليك بصوت عامي! ماشي؟ استنى انا جاي اخو! ايوه كده! تسمعي الكلام! انا قلتلك ميت مرة ما تفتشي شرطتي! وانا قلتلك ميت مرة ما لكيش دوم علامي وحاجاتي! وده مش قلمك! لا قلم! انت طول عمرك اناني! ولما بقى يطلع من المكتبة هقوله عليك! انت فاكريني لسه عائل صغيرة خاف من بابا! ولو محترمتيش نفسك هميت يدي عليكي! فاهمي ولا لأ! ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا غاب انت؟ انا مش غابي! اخرص ولا كلمة! اللي يضرب اخته بقى غابي متخلف! عاقبك كده يا ستة دلوها! لو ماما كيتعايشة ما كانت تثبت ويعمل فيها كده! ده يا حبيبت لا! نعم! ما تقولش كده! ده برضا خوتي! اه بقى! قادي عياتيله عشان يطبطب عليكي ويزعق لنا! انا ماشي! راح فين يا ولد! ولا! يا صالح! راح فين؟ كل بره يا غفابي! معلش يا حبيبتي! اخوك بقى وحس منو كيبه صوته دغن ومشان امروه! اذا كان معيك عكا صالك دماغه! انت بقى حبيبت بابا! ممم! ما انا كمان يا بقى ما بقتش صغيرة! ولازم هو يفهم كده كويس! ده كان هيدربني بالقلم! لا 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 يضربك ايه هو يضرب! يلا بقى حبيبت عشان نلحن نروح الدرس! مش انا هامل واجب وانزل! هني هعزمك عبدالعزيز النهاردة على حمص الشام! في الشطة واللمول! بما تخلينا عزمك يوم! انا ما عايف له! لا! خليها علينا المرات يا معلم عبدالعزيز! عاد اتنين حمص الشام يا ريس! وكتر الشطة واللمول! دولا خلولك برشور كبير! او قعد عبدالعزيز! انا جبتك اهنيه النهاردة! عشان اتكلم معاك راجل لراجل! بعيدة عن البيت وعن اخوك الصغية الوليد! عايزك تسمعني زين! اللي زينا يا ولدي! اصغيرين في عينين الناس! بما انا اكبر يا بابا بقى كويس! مفيش حاجة عا تكبر اللي زينا غير العلام يا ولدي! طب ما انا شاطر في العلامة هو! وما انت مش شايفني كبير ليه؟ انا شايفك كبير ومليح يا عبدالعزيز! بس انا جزي تفضل شاطر على طول! لعد ما تاخد الشهادة الكبيرة! انت قدامك مستقبل كبير! وخوفي عليك من شارع عبدالعزيز وشغل السريحة ده! هو اللي خلاني ازععلك انها بدا! وانا بزعالش منك يا اب! وما تخافش علي! انا هبقى كبير قوي! تبجى دكتور كبير وتعلق يافتا! مش بيع سريح في الشوارع تدور عشان الجرش! طب ما القرش بجيب قرش يا اب! لكن العلام ده! العلام هو احسن حاجة لللي زينا! وما تبجاش راسك ناشفة زي جدك اجده! جدي؟ هو جدي ده شكله ايه يا اب! انا عمري ما شفته! ولا شفته قريب! هو انت ليك اخوات زي ما انا ليه اخي كده؟ ما ليه يعني جطفوني من عالصجر يا عبدالعزيز! طب ما تودييني اليوم يا اب! وعرف ان ابوك هو اللي رباك وكبرك وعلّمك! انت واخوك! وجرايبينك اللي ما عتعرفهمش دول! هم اللي هيجوا لحد عنديك ويدباهوا بيك انت واخوك! وهيجوا لحد عنديك! يقولوا لك احنا محتاجينك! فهمت الكلامي عبدالعزيز؟ تتعملوا اللي ايه يا اب! لا يا ولدي! بس جنبي مزحاني الحمد تياني! دي كانت اول مرة ابويا يحسسني فيها ان نجبرت! ويكلمني كلام رجالة! اكتشفت طيبة قلب واكتر من اي يوم قبلها! ياه! وحشني اهو الراجل ده! السلام عليكم يا عبدالعزيز! عليكم السلام يا دكتور زيزو! يا ابنك المرة دي لحمة! مرة واحدة لحمة! سيبك يا ولدي في ايدك دوت على كله! ومديني هل! الكراسة بتاعك متابعة الانتحاد الشهر! منورة! كلها درجات نهائية! طبعا درجات نهائية! بسم الله يا ما شاء الله! لا! ولد عبدالرحيم! ألف مبروك يا ولدي! ألف مبروك! ضيخ يا عبدالعزيز! في ايه يا ابا مالك؟ لا انت سخلم ورشة كسفر خالز يا با! انا هروح بي التاكس والروح لبيت! ما تخافش يا ابو جزين يا ولدي! هب جزين! ما تخافش! مش عا تقولي لحمة عاد! يا با انت دايخ ورشة كسفر اهو! استرني رايح بقى لحد ما روح جدي التاكس! كملها بالستر يا رب! مرش يا با! مرش يا با! خرش على مهنك! سلامتك يا عبدالرحيم! سلامتك من كل رضي يا أخور! تسلم يا مهلاحيج! خدوني الأود عايزرتاحش! خاطر حادري! خاطر حادري! خاطر حادري يا با! مابا زيفول يا ولدي! حياخد الدو يقوم بألف سلامة يا أخور! اه! ورح جميته بصورة! استنى يا عبدالعزيز! خد فلوس معادي يا ولدي! معايا فلوس يا با! ما تخافش! الحاجة يا عواطف! ادي له فلوس جبل ما ينشي! خطر بس انت حمل علي! حمل علي! حمل علي! السلام عليك يا دكتور! وعليكم السلام! خير! معاك رشتة! انا بس جاي اسأل في حاجة! هو اللي يروح للدكتور ويقول له عندك فشل كلب! يبقى معناها ايه؟ فشل كلوي يعني معناها ان الكليتين بتوعوا وما بقوش الشغل! علشان كده بيروح المستشفى يغسل كليتين ومرتين في الأسبوع! وبعد كده بيخف! لا! مفيش مريض بيوصل للغسيل الكلوي ويخف تاني! او كليتين ويرجعوا الشغل تاني! ويموت! الاعمار بيادي الله! بيعيش لحد ما رباني يقول له خلاص كفاية! يعني بيموت بعد قد ايه كده؟ لا! ده انت بقى تقول لي ايه الموضوع بالزبط وايه لا! هدفعك فلوس على الأسئلة اللي انت بتسألها دي! هدفع! ممكن هضاك تجيب للدوال ابوك! هيموت يا دكتور! هيموت ايه بس؟ هيخفه ويبقى عاله ويبقى كويس ما تقلقش انت بس؟ بس انت لسه ايه؟ ان الكليتين مش يشتغلوا تاني! ايوة ما هيتعالج وياخد الدواء بقى زي الحصار هو عنده كم سنة؟ انا ابنك كبير! الدواء بكام دكتور! خمسة وسبعين جنيه! خمسة وسبعين؟ طب وانا ممكن اخد نص الدواء والباقي لما اجيب باقي الفلوس؟ مفيش مريض بياخد نص الدواء المريض بياخد الدواء كله لكن اقولك على حاجة هتدول والباقي هيبقى دين عليك تحوشه وتيجي السد دولي اتفقنا؟ اتفقنا! باسمك ايه؟ زيزو! وانا والله العظيم هتأخر عليك ويجيب لك الفلوس بكرا طيب ايه بس ياه وخد بقى الخمسة جنيه دي علشان تراوح بيها متشكل يا دكتور بس حدك ممكن تلغي السعر اللي عده عشان محدش يارف ان عليها فلوس وانا والله العظيم هجيب لك الفلوس بكرا سلامتك سلامتك ياهوية الف سلامة والنبي غمه وحتزوله هتبقى زي الفل ان شاء الله كل اللي يجيبه ربنا زيان يا واطف بس ده فشل كلوي عارفة يعني ايه يعني امر الله وربك هو اللي جاب وهو اللي حيحوش يا عبد الرحيم كالنفسة شوف ده عبد العزيز دكتور يا واطف حتشوفه حتشوفه وتتهنى بنجاحه كمان يا عبد الرحيم ما اللي هو فين دلوق هو راح يشوف الواجب بتاع القبلة من عند لوبنا زملته وراجع طوال يا اخوي ما جلكيش الدواب كان الفلوس كافت وفضل منهم خمسة جنيه كمان ربنا يجعلو بالشدة يا عبد الرحيم وتقوم بالسلمة كده وتفتح ورشتك ان شاء الله لازم اجوم يا عواطف باب الرزق الوحيد اللي لينا لازم ان يفضل مفتوح وحيفضل مفتوح بحسك ان شاء الله هون بقى جبك الاكل اللي قال عليه الدكتور عشان تاكل كده وتتقوى وترم جتتك شوية كده وتقوم تشوف شغلك يا عبد الرحيم ربنا يخليك اللي هي عواطف تسلميجي بس ما تكتريش في الاكل مليش نفسه ولما يعجي عبد العزيز خليه يا جيني عايزه حاضر حاضر اخو انت مضابطش مجارح العزيز يا لازم انا كنت لم اعلم عنيك بس خلاص هسيبك لو اشتغلت معايا هاشتغل معاك عالتالي يا ابن العالتالي لا مابويا لو شغلت فيه هنووتك لو شغل خد لك عربية زي الدول واسترزق باو كل عيش مدل ما تفضل صائع كده ما عطلقش وبرده مش هتشتغل في سرع عبد العزيز تقول منا فيه لا اشتغل يا رحمة لاني تبع الكبير انا تبع عم شابه والعربيات دي بتاعته انت كده ابو انت يس وصلك لشابر اساسي كان زي ملي على البرش يا باب يلا خد العربية دي ووصلك على المعرض المعلم انديل واللي ترزق بي ابو ااسي ففتي ففتي يعني ففتي ففتي ماشي يا زيزي بس اللي زحن باكره مانطيته ما اسلامش لا كبير يلا استفيل اللي اكبر منه يلا ونتقبل على الناس يا باكره اخوة زيزي لسه مجيش يا اما لسه يا وليد ولو بوب سأل عليه ولقى لسه بره هيزعل منه قوي اروح ادور عليه ادور عليه فيه ادور عليه فيه شرع عبدالعزيز وبيعمل ايه في شرع عبدالعزيز بيشتغل هناك زيزي عشان بيعرف كل الناس هناك بيشتغل معاهم وبيشتغل معاهم في ايه بقى يباع جرايب كبده يباع منديل يحمل كاراتين والله يسمحك يا زيز تبقى بعد ما بوضرب عشان الشغل ده يروح يشتغل تاني لو سبتين اروح له هجيبه وواجه معاهم قاعد بقى دلوقت الدنيا ليل سكة يا خاطر قاسب يا عام وواجهك انتحاول يا رايس ايه يا عام ايه يا عام ايه يا عام سأساعد اخونا وتخلع لا ماليش الفعل وعالعتار يا ابني يا ابني ده احسن من العط والحنجلة هو ابني بتجزة مغزة الحاجة علىه وتعالي خده على الربيط تبفين الفلوس اللي لميتها يا روح امه انت مش خاف الناس كده اللي اعلم عليك يا ابني انا هفارب تلعب في اتناخي بمفاتك تبقى كده اجابت له نفسك وهتقد يا ده امه نازمة ده باخر تقترب نفسك هاتي الفلوس ياه هاتي الفلوس تغرب كتاك غارة ماشا يا زيزة وهو ريك وكشاولو مستنيك اعناصي عشان يلاسك يا عام لوح ايه ده امه الله عاملوت في فيه بيصالي العشاء طب اي خدمة يا جميل ربنا يخليك يا زيزة طب معلش بس خلي بالك من على باقي دي لحد دماجي هي دي اللي كنت باجي الشارع عشانا هي دي الفراشة اللي حبيبتني في شارع عبدالعزيز لبناء يا معلم يا معلم ماشيني وراي يا شوخي ما عايز ايها دي انت فلوسي اللي عشرين جنيه انت عشرين جنيه لك انت مش اشتغلت لك جم يا معلم ماشتغلت لك عشرين نقلة من المخزن اللي هنا خد يهد وحل عن سماي يا معلم بقولك عشرين نقلة لما دهني تقطع يا دارك طاطا والا رقابتك تقطب حتى هعمل لك ايه غور يا انا من هنا انا يا معلم حرام عليه دليه يكل عرق الغلابة ربنا مش هيسيبه عرق الغلابة طب اجيب الكلام ده منين يعني غور يا انا من هنا والله العظيمة جب بها لو يعلقك من رقابتك خد يا معلم الفلوس دينا هجيب بيها دولة بوي ربنا يكفيك شر المرض وظله بسيح علي يا انا دولة بوك وبيتنا هيوقع وربنا يكرمك وريالة من هنا يلا ماشا يا معلم وانا في الخدمة سلام ماشا يا معلم منذ الله سبعة وخمسين جنون ورص الحمد لله رب العالمين سبعة وخمسين جنون ورص مزبوتين ياد يعني اللي سمعته عنك صح يا زيزو بتسمثر وتأكش من وراي يا شبرو ما تسمعش كرام بكر الفلوس دي عراق وشقاية الفلوس دي مش بتاعتك ياد والعربيتن دول ما يلزموكش بعد النهاردة يعني ايه يعني هات الفلوس يا عمد بتعمل ايه يا بياب من المجانين بتعمل ايه يا عبد انت عارف اللي مات ده يضع لش انت فاهم ده يا عبد انت فاهمي انا بتعمل ايه خديني الزكرة الخليجة ده واخديني عشان ما تلسنيش ما ايش يا شبرو بس انا مش تسيب حق والفلوس اللي التواخد هدي عشان تبقى عارف انا جايب بيها دور ابويا ولسه ودفعتش حق يعني انت كنا بتاخد الدور من بق ابويا وانا مش اسيبك واكتابلنا ما اسيبك ما اسيبكش يا شبرو ده ابن اللي ايه انت هتغني عليها يا عبد مفوك كان زي الجن الاحمر خلاص ايه ده يا عبد ما انت كنت عامل سبع رجالة في بعض خلاص ايه ده بقى ماشي لو مش بصدقني تعال معاة الصيدلية وانت تشوف بنفسك ماشي هاجي معاك الصيدلية بس عارف لو طلعت بتقفل معاة هعمل فيك ايه هم عارف هعمل فيك ايه هكاينلك تاني يلا فوت قداني فوت قداني تفضل اباك ماشي يا ده قداني بس عارف لو طلعت بتقفل معاة هكاينش لك تانيش كش ايه يا زي زمالك خناقة ولا ايه قولهم قولهم يا دكتور انت لك عندك اه بس اشتغلت معهم عشان اديكي الفلوس معايزين ياكلوا حقي هو خات دواء بخمسة وسبعين جنيه دافع منهم تلاتين اه انتو ايه ضربين ولا ايه اضربوا ليه بس يا دكتورة بالوقت بتاعي وبعلمه وبنصحه اخوه هو لما او الزبوه وعيان بايه مش شغلك كده حوار الفلوس خلص ما بيننا بس لسه الحساب بين انا وانت يا شابه انت وبكر متشكل يا دكتور استانى عزيزو عايز اكتعال انت ايه روح تتشغل عشان تسدت تمن الدواء ولا ايه مش قلتلك يا دكتورونا كبير يا بويا وما كنتش اقف معافعها يبقى لازمت ايه سلام استانى عزيزو خد الفلوس زيت وما تقولش للعائل اللي معاك ان انا اعطيتك اي فلوس واعتبر تمن الدواء الدفع خلاص عيب يا دكتور حق ولازم امتقده خلي الوجب ده اللي رجلتك جاية السلام عليكم استانى عزيزو عايز يا شابه امسك دول يا عزيزو مش عايز منك حاجة يا قدع امسك ما تنشفش رعزك قلتلك مش عايز منك حاجة وبرضو هشتغل في شارع عبدالعزيز بس المرة الجاية هشيل معاك اسلاح عشان لما دي تقديدك عليها هغزك واللي يحصل يحصل شايف اللي ماضي يا شابه يا عزيز انت عايل متقطق ومخك نور وانا مستخسرك في السكة اللي انت ماشي فيها عايزك تخش معايا عالشغل التقيل والقرش يجري في يدك المخدرت ماليش فيها بس زي ما اطلعت راجل معاك استرجل انت كمان معايا ودينا عربيتين عشغلهم ويبعد باكرة عني عشان لو اطلقمت عليه هخليه مش عالعكاس ماشي بس ما تطلعش عايز انا صغير اه بس مش عايز يا شابه ده عربون السكة الجديدة مش محتاجة منا غير تفتيح مخ ووقفة عن ناس يوم فاهم والحكومة احنا عارفينهم واحد ورد تاني احنا عارفينهم اه لكن هما ما يعرفوش ابوهم لو حبوا يوم للدفاتر مينيموا بتاع الصنخ ان شاء الله وانا يمين في بيتهم سلام هغزه ايه؟ هغزه خلاص اهده يا بك معليش ايه؟ هدعمل فيه يا زيزة ده عواطف يا عواطف عواطف نعمين يا خوي في اين الولد عبدالعزيز؟ عبدالعزيز؟ ايه؟ بس هو جيه من شوية يا خوي وانا بعتم بشوار هتكذبيش علي يا عواطف عبدالعزيز لسه مرة مجاهش تبا فهم بس في ايه يا عبدالرحين؟ الدواء بخمسة وسبعين جنيه ومشتوب عالسعر عشان معرفش لكن الحزبة في الرشدة قدامها هي وانت قلتيلي انه رجع خمسة جنيه يبقى جابي اللي ربعين جنيه منين يا عواطف والله ما اعرف تعال يا ولدي تعال هنا ايه؟ نعم ياول اتكلم يا ولد لما لقيت الدواء غالي اترجيت الدكتور يدهوني لحد ما اجيبه الباب بعد كده روحت اشتغلت وديته فلوسه وبقى معايا دول قولي بس عملت كده يا ابني وانا ما اديتش اشوفه ابويا محتاج دواء وما فيش فلوس وقف اتفرق انشاء لابلك الكبير برضو والله العظيم انا ما عملت حاجة غلط انا اشتغلت وكسبت الفلوس دي بعرق والنبي ابو ما تزعل مني ولما انت تشيلها ابوك وعاياه انت في سينك ده واليوم جوك لازمة واي في الدنيا يا عبدالعزيز ما تخافش يا ابو انت هترجع تشتغل تاني وانا هساعدك وهذاكر كمان افهمت اللي قلتو عبدالعزيز افهمت يا ابو اتصالة خالص تفرج علي بقى انا بعمل عليك في خمس دقائق مهم حاجة نحط شوال تحت الغسال عشان ما تتخربش ولا الزبونة تقول دي جديمة ومستعملة عندك حق دلوقت انشقت السير ونحرق على الاربع مسامين زيادة اهم حاجة الدايرة الكهربية عبدالعزيز المطور والمفتاح هو سلك الفيشي ما خلاص بقى يا ابو حفظناها ثلاثة اعيالي شبكوا يدهم في يد بعضوا يعملوا فتاحوا يا واردة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بسم الله الرحمن الرحيم صلع النبي بسم الله ما شاء الله تسلم يدك يا ولدي تسلم ايه اللي علمت يا عبد على فين يا ولدي اروح بقى وديها لصحبته واجيب بقى ايتي الحساء انت قلتلي يا تفعالك كم؟ خمسين جنيه وعلى مهلك انت ماشي ماشي اه بقولك انا هعدى عليك بعد ما اخلص ان احنا تغدى سوا وهم نعمللك بقى شوية بوري انما ايه هيخلوك تنور اللي لدي عبدالحج يا ولدي خلاص ما عادشي ما عادش ما عادش ايه ده حتى عارة على الساعد كله ده اللي شو بقول اخواص دواي حقك عليها يا ولدي حرمتك من كل حاجة وخطفتك من شبابك وايامك الحلوين بخلاص بقى يا ابا حفظناها تلاتة عيالي شبكوا يدهم في يد بعضوا يحملوا فتح يا وردة اسمر يا اسمراني مين قسك منول الورشة والمنطقة كلها يعمل حج ربنا يباريك لي فيك يا ولدي شيلت الهم من صغرك وهجفت جنب ابوك صح قد انت الجمايه بس يلا بقى سمعنا شوط الحلوة علي النعمة محدة هيجربها غيرك بسم الله الرحمن الرحيم صلاة عنابي بسم الله ما شاء الله تسلم يدك يا ولدي تسلم يده علمت يا ورد على فين يا ولدي هروح بقى ودها لصحبته واجيب بقى ايتي الحساء انت قلتلي يا دفعالك كم؟ خمسين جنيه وعلى مهلك وانت ماشي ماشي اه بقولك اه انا هعدى عليك بعد ما اخلص عن احنا تغدى سوا وهم نعمللك بقى شوية دوري انما ايه هيخلوك تنور اللي لدي عبدالحج يا ولدي خلاص ما عادش ما عادش ما عادش ايه ده حتى عارة على السعيد كله ده اللي شو بقوله خلاص دواي حقك عليها يا ولدي حرمتك من كل حاجة وغطفتك من شبابك وايامك الحلوين سلام عليكم يا مدرحيين اهلا يا شافعي خير يا ولدي زيكا رجلة طيب الحمد لله المعلم انديل عايزك ضروري فيه مصلحة تب روح يا ولدي وانا جاي وراءك لا ده وصال يقل هاته على ايدك ضروري ضروري امر لله هات يدك يا ولدي هات المفتاح ومقفلك الورشة لا يا ولدي الدنيا امان ناس كلاتها عارفيننا واحنا عارفينهم والله انت راجل طيب يلا تعال دكتورة لبنة اهلا في دكتورة لبنة اجمل واحلى دكتورة في شارع عبدالعزيز كله ايه انتي ما عندكيش محاطرات النهاردة ولا مزوغة انت هتلقوني بالكلام ولا ايه انت فين يا زيزو محدش بيشوفك ولا عودت بتسأل علينا انا اقدر انا بس مشغول مع ابويا شوية اليومين دول صحيته ما بقيتش على قدها انت عارفة بقى وبعدين لما بسيبه شوية الارق السيدي بيقفر وينزل لوحد الشغل هنعمل ايه ماشي انا هعمل مسدقك بس بقعد زيان اصلك بتوحشنا بت ايه بتوحشنا حبيبي يا عم بلاطفي يا مواغزة عمنا المعالم جال له مشوار طلع يقضيه اوام اوام اتفضل اسيدي واسيبلك الخمساشر باكو دول وبيقولك اهم شيء الغسلات يستلمها في معادة والباقها تانتو ان شاء الله قبل المعادة تستلموا البضاعة ان شاء الله اهم شيء يكون شغل بريفكس ميكونوش معيوبين وفيهم حاجة كده ولا كده ايب يا ولدي انا جفلتلكم شغل قبل جديه ورجع تاني اهم حاجة شغل بضمير هستأذينا علي ثانية واحدة انضلنا الواصلة ده بعد اذنك انتعرف ان المعلم قندين نمك حامر يا ولدي خد الكيس ده بقى شيل فلوسك فيه اسلام يدك يا ولدي ربنا يا خلينا سلام عليكم سلام يا حبيبي الف الف سلام ايب يا معلمي اه استلم الفلوس ومضى الواصل يعني مضى كده تمام لا وحياتك قبل الأسبوع كل الغسلات هتبقى عندي عندي بقى ولا عندك ايه هتفرق ايه يا بايا عليك بس بقى نديل عندي ولا عندك واحد ما طول عمرهم واحد يلا يلا مع السلام يا جعور انت يا زفتي على الاسم يا جعور امر يا معلم شرشابي تلف الدنيا واجب لي شابره دلوقت اهو من تحت قطيه الارض يبقى هنا ايه واحد يجي من غير فرير ايه فرير ايه يا معلم افراجيجة واحدة بس يكون عندك هو مجرور السلام عليكم السلام عليكم السلام علي رحمة الله وبركاته كان اللي عني واسطا ما تعرفش ياسطا ماشا يا عمنا احنا بس كنا هزين يساعد يعني ايه يا عم عبرحيل فيش حاجة النهاردة يقول ايه بكرا بإذن الله هسلم البضاء عن الراجل واجبطك الباج اللي ليك ليش يا بركة اللي عندك يزيد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم برحمة الله وبركاته ابن حلال جوا الراجل ده عبدالعزيز هو ابن حلال بس الجنين اللي بيطلع من جيب وبيكتبله عمر جديد ايه ايه انا كده تمام يا ابا ايه يا ابا جفل ويلا بينا اسلم يدك يا ابا بنا يا كريمك يا ابا يا ابا احمل لك شو اشياء يا ابا لا تخش اتنا ربنا ما يحرمني منك يا ولدي انا اخش بتاعها رصب على الخير يا ابا وانت من اهلي يا حبيبي учا احمق اشترك اشتركوا في القناة يا بوميشو يا عم قلتلك ما تحاولش طب ادعيلها طيب يا رب تكبر اطلع بقى بالحساب احنا اتفقنا على ايه مفيش جنيه غير لما تدور ماشي يلا يا رايز تحب الجنوبة بنفسك ايه رأيك ايه عبداليه اتعملت فيها ايه دي راحة ثلاث ميكانيكية ما عملوش فيها حاجة عيب يا معلم يا روما جبت زيزوت ما جبت التوكيل ادفع بقى باليستيرو يعود والله مش كتير ايه في ايه ما عارك يا با ايه كويس يا والد ما تخاتش متشكرين يا رجال متشكرين متشكرين يا رجال ايه اللي حصل يا حاجة كل حاجة راحت يا عبدالعزيز سرقوني سرقوا البضاعة انا كنت حسلمها النهاردة تغور البضاعة يا با المهم انت تبقى كويس خلاص يا والد انتهيت انتهيت متقولش كده يا با انت حتبقى كويس وزي الفل امعي وديك لأحسن دكتور في الدنيا شي محولك يا والدي انت كده وزيادة انت كفنا بتجربت احنا كده خلفت راجل صحر يلمى عدم ابوه لما يوقعه قديني البيت يا عبدالعزيز حاضر على مهلك يا با محمل علي محمل علي بسم الله عشاني الله اه 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 هجتي يا عبدالعزيز يا رجل البيت مفيش رفيلي البيت ده هناك يا با مالك يا با بس عبوك زي الفل يا با عبوك جبل ويا جبل ما تهدك ريح الريح كانت وعرى جو المرة دي يا عبدالعزيز موجه معاها يا زلزال يا ولدي حتى لو ميت زلزال يا با بكرا تشوف وليد عايزك تروح حالا لأشرف بتاع الأخزخانة تقول له عايزين دكتور لابو دلوقتي حالا لا لا يا عبدالعزيز مش عايز دكتور يا ولدي احنا هلازم نتطمن برضك على جبل المؤطم بتاعنا ولا احنا هنفضل بقى نشيل كمان وكمان مالك يا عبدالرحيني حاسس بي ايه يا خوري بس انه بيتدلع علينا عشان يعرف غلوته عندنا بتوضى يا ابا انا تحب بقى اخدك دش عشان اعمل فكر اللي كنت بتعمله في انا وليد زماني متستعجلش على الدش يا عبدالعزيز قلتلك متنزلش الورشة النهاردة يا عبدالرحي راجل زي الفل يا امه زي الفل اهو امر الله من بكرة الصبح هنزل ورشته كمان الحمد لله عيشت لحد ما شفتكم رجالة مالو العيد وهت عيشت لحد ما اتجاوزكم يا عبدالرحي اخدت الدوى النهاردة اخدتو يا حواتي يلا بقى هاوونا عشان الراجل يصلي يلا يا امه بقى هاونا عفا sweating يليك جنبي عبدالعزيز هاصلي وقللك كلمتان يا والدي وانه assimبك ابغا لما ترسينا علي كل حاجة هرسيك يا عامري هرسيك على كل حاجة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا عبدالعزيز كان نازل زي الفل إيه اللي حزنه أكبر أكبر إن شاء الله بس أكبر أكل كده لقمة شورة شربة طب أنا راح أشوف له دكتور استنى أيوة يا أب رايح هو جسمك على السرير كبه رايح أنت زي الفل أهو كي شلم يا أباك مدي يدك في الشديري مطلع المحفظ يا ولدي إيه محاوش من ورانا ولا إيه عم الحج دي ورجة فيها تلفون عمتة رتيبك وإيه اللي فكرك بجريبك اللي عمر ما بشوفني أهم يا أبوك هقولك على كل حاجة يا ولدي بس اللي يقول أبوك تفهموا زين وتنفذوا كيف ما سمعت هدانك كلمة كلمة وأنا سمعت سمعت يا أبوك سمعت بوداني وعقلي وقالبي كمان زمان جام الطار بين عيلتنا وعيلة تانية ومات فيه رجالة كتير جوي لحد ما جه علي الدور وأني متعلم وكارح حكاية الطار اللي ملوش نهاية دي رحت البوك جدك فاطل قلت له أنا حشيل كفني وأروح لهم جدك كان قلبه جامد قال لي لو عملتك ده يا عبد الرحيم أنا اللي هتوخك بيدي غربت يا ولدي من البلد ومشيت من مكان لمكان ومن بلد لبلد لحد ما رسي بينا الحال هنا لما كانت لما كانت الحياة الضيق بي كنت عايز أخد كل بلد تدفوا تدفوا بجرايبكم لكن جسلت أبوي كانت تحوشني خصوصا لما عرفت إنهم قاتلوا ولد عمي مكاني أمك ما أتعرفش حاجة يا ولدي أنت أول واحد يدرب الحكاية دي عشانك ده حشت إنت واخوك أتعرفوش جرائبك ولا هم يعرفوكم لكن آن الأوان يا ولدي تشوف جرائبك تفتكر يا أبا ناس عملوا فيك كده ويمكن يبقى عايز أشوفهم ولا أعرفهم أصلا الراجل من غير أهل وناس بينداس يا عبد العزيز بينداس يا ولدي تفني في البلد يا عبد العزيز تغسلني وتكفلني هنا وتطلعني على البلد جائز وأنت اللي عتصلي علي أربع تكبيرات بعد التكبير الأولى تجرى الفاتحة وبعد التانية تصلي على الحبيب زي اللي في التشاهد وبعد التالتة تتعيلي بالرحمة والمغفرة وبعد الرابعة تدعي نفسك ومك واخوك والناس أجمعينها يا رايها بطتة زي الفل وهتنزل وشتك كمان وحقك هيجيلك وأنا اللي هجبهولك بإيدي لا لا يا عبد العزيز لا يا ولدي مش عايزك تفكر في الانتجام يا عبد العزيز نار الانتجام ما هترحمش حتى اليد اللي ولعتها تعالي يا عاطف أبعد زعلانة مني فحاش يا أم الحياة بسكر ربك يا عبد الرحيم وإن شاء الله بكرة هتقوم بالسلامة طب تصدق بيها أنا شايف لك منام حلو قوي منين تقاعد في الورشة وناس يهامة حواليك وكلهم بيشتروا منك والحل ماشى على الآخر بسكر ربك بسكر ربك يا عبد الرحيم لا إلهي الله محمد الرسول الله انضحكتلك لأيام يا ولدي صاحبها وابتسم واللي جلبه كبير كيف جلبك هيعيش والناس هتحبه والمال عليك الحمل ميل وياه الزرعة الزكية هي اللي تميل في وش الريح عشان تقدر تعيش لكن جبينك ملك رب العالمين يا ولدي خليه لفوق الرزق بالله مش بيد حد وياك وولاد الحرام يا عبد العزيز وبعد عن شانا يا عبد العزيز يا ولدي زي موج البحر زي موج البحر على كد ما يعطي عيس حنا عمم عمم عملا عممم 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 عمممم أبداً ترجمة نانسي قنقر 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 السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فين عبدالعزيز ولد أخوي؟ هو موجود أنا وليد أخوي وليد تفوت قدامي وليد وفتح الباب تفوت إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلهه ترجعون صدق الله عزيز تفوت قدامي أني خلف ما ماتش يا أولدي أنا وهدان عمك أخبور ودول عمامك مندور وعلي كيف حياتك يا أولدي؟ حياتك البعية يا عمي ها هنكثنوا فين؟ أبويا وسطى يندفن في البلد أبوك هيوافد؟ لا لا إلا الله وصيت الميت واجبة ما أنت عارف دي باقابوك ناشفة ومش هيوافد؟ ما تعقدهاش يا ودان يمكن لما يشوف ولده يحن ليه هو يوافد عبد العزيز يا ولدي جدك فضل حالف عليه من سنين لا يورس ولا يندفن سنين لا يا عمي خارجة أبويا الصبح من شارع عبد العزيز شد حيلك يا أولدي شد حيلك شد حيلك يا أولدي الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اشتركوا في القناة جنازة مين دي اللي غيمت عالشارع كله؟ جنازة الحجة عبد الرحيم العتالة معنا يتقولي ايه قال السادة ان انا افتكرتها جنازة المحافظ العتبة كشيرش اطلع كده بر معراضك وقص عالشارع شوف جنازة عبد الرحيم بيك العتال ايه؟ ما تقولي جنازة مين؟ عبد الرحيم بيك العتال؟ صحيح يا معلم ده ابن زيزو ماشي قدام الجنازة هو عمر ما نمشي بجوازتك يا مدير دة عامة phrase هوبات محضر خرجدك يا شيرش والليلة عندي بقولك ايه maintain في الخني بالليلة عشان عاوزك ход الله يرحمك يا حج عبد الرحيم صدق معلم كاان راجل طيب قوي طول عمره وبعدين باة، حنسيب شغلنا ونقعد نعدد الله، الحاجة بان من الميت اجدعان يلا انت قوى من اينا حلوة يا الله الجنازة حلوة وفيها بيت جنازة حلوة جنازة وحشة الرجل مات ولازم نترحم عليه اللي عياكل الفرخة بتاعته كلاتها عدينه ربع جنيه لو انتوا تاكلوا ايه ياو انا امك عليش بعد لما انتوا تاكلوا تبقوا مبسوطيا هايز ربع جنيه بتاعة الاول عشاكل الفرخة بتاعته ياوات بطل لما انا وكل الاول الراجل لازم ان يوم ججامد علشان يقدر يشتغل ويدافع عن حقه هو يعني ايه عالتال ياو عالتال عالتال يعني شايان بتسأل ليه اصلي عالي بقرولي ابوك عالتال ابوك احسن واحد في الدنيا ياوان راجل الراجل اللي ما يعرفش يجيب الجرش ما يقعدش مع الرجالة الشغل مش عيب يا عبدالعزيز وانت اكتر واحد بتشتغل في البيت ده عشان كده رازم تلاكل عشان تبقى جامد هاني جامد من غير ماجر انت بتلعبني رست؟ لعب ما كن الاول يا عبدالله حالي استني يا عواطف اشوف الولد وعضلاته اه اش ماد ياولد اش ماد بجه احا اه خلقنا يا عواطف روي الواء انت بتتغلب لا تقالنا عبدال هلا عقد ها المرة دي عانيلي عقد لك جامد جامد يا عواطف اواطف ابقارك عليه يا عيد يا عبدالله يا عبدالله كل كل ياولية لا وانا مشاكلة على عيني واسكت بعد العلق اللي رزعتاني لا اطلع من الدرس عدي على شبرة ضمن فلوس واروح اتفرق مع الرابل على عراميتهم كده تانين عشان ادورهم في الشارع كم جبتي فلوس من اينا عبدالعزيز؟ متى انتبقى في الشارع يجيني شمال يا ابا شوية بيع مناديل وشوية جرايب يا كب ترزق فكل مرة سألتك فيها عبدالعزيز عن سبب جريك ولا الفلوس ما كنتش بسمع منك جواب يريحني يا ترى دير وجه هتقدر تجاوبني بعد ما هملت دراستك وحتى الدبلوب اللي دخلته مش راضي تكمل في الاول كنت بقى لدك كنت عايزة بقى زيق يا ابا ايدي تخشاني وادوء شوية من طعم الشقة اللي انت دايب وبعد ما قفاشت قرش الاحلام كبرت انت رجل طول عمرك شقيان يا ابا مرتحتش لحظة وانا بقى نفسي ترتاح نفسي شوفك كده راعدة على القهوة بتشعر بحاجة ما عزم شوقيتش ايه نفسي اجيبلك اللي انت عايزة يا ابا احط بين ايديك كل اللي بتحلم بي وتتمنى وبعدين احنا خلاص داخلين على زمن الجنين والجنين مالو الصاحب معاك معاك عليك عليك معاك حق يا ولدي الناس بجي وحوش والجرش بجي هو معيار الشرف والامانة والكرامة لكن لجمتنا الفجيرة دي يا ولدي ربك بيبارك فيها جوي عشان منحلال الشريف هيفضل طول عمره شريف واللي جاء فلوسه من حرام هيفضل جلجان على بكرة وحاجل على الغلبان اللي عاشه بشرف وأمانة العبرة في النهاية يا ولدي براحة الضمير عشان كلنا عن موت وعنجاب الرب عادل عايزالنا عن كل حاجة واللي ينسى اللي عيموت يبجى يعمل ما بداله خاف من موت يا عبد العزيز خاف من موت يا ولدي ؟ اهلا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة فيه راجل من دمنا انجتل مطرحه وفات وراه أرمالة حزينة وزي ما وصيد بوك واجبه عادل ربنا عيقول انك تشيل حمولة بوك وتتجوز أرمالة اللي مات مطرحه ودي الوقت وقابل بوك ما يندفل قلت ايه؟ عدل ربنا وكلمتك يا جدي سيف على الأرقابتي وانعمل اي حاجة عشان انفزه السيطة جوية نادع المأزون يا أهدان هترجع بمجوتك وشوار أجهالك ماشي اللي تشوف ما جدي طار بوك واجب عليك يا عبدالعزيز وكيف ما تصليت عليه لازم تاخد بطاره حق أبويا عمره ما حيروح حق أبويا فرقابتي مع السلامة يا عبدالرحيم مع السلامة اللي خلف ما ماتش يا ولدي يلا رجالة هو هكون اتخضيت من الموكب اللي اتعمل في الشارع بتاع السعيدة سيبك من الميتين بقى وخلينا في الصحيين ليك عندي مصلحة انما ايه ايه لوز معشر يلا خش بينا على لوزر معشر بص بقى سيبك من المضروب اللي برا وخليه بقى باننا احنا الاتنين انت باين دماغك لسعت الحجرين كلوا نفوخ كناهين اوه يا عم موال يا عم ما يبقاش قلبك خفيف كده مين ده قادي اللي قلبه خفية الشرشاب عمره قلبه ما كان خفية لازم تفهم ان احنا لنا اسمينا في السوق احنا اكبر تجار في شارع عبدالعزين لازم نخاف على قسمينا بس احنا نفسينا ناكل الدنيا كلها في بطنينة يعني ممكن نزن على بتوع القطاعي نيجي على العيال الصغيرين لكن كده يبقى عيد وبعدين ما تنساش كمان ان انا ليه ابن زابط شرطة انت فهم يعني ايه زابط شرطة افهم يعني مش لازم ابقى بدور على اسم انا الوحدي افهم لازم ابقى كمان خاف على المستقبل بتاع ابن افهم بس تفهمني ومين قالك ان في حدا هتبقى باسمنا او هتبقى موجودة في محلتنا مال اي حكايا بص احنا هننقي واحد عالفروزة كل حاجة هتبقى باسمه والبداع وكله احنا كل اللي علينا بقى ان احنا هنوزع السعيد والمحافظات وكله كله خلوك قرش ان شاء الله نوصل لجنوب الكرة كرة طب واحنا ايه اللي غصبنا على كده القرش خفيف التايواني دلوقتي ملق روبا ويتبقى رخيص يبقى المضروب بالنسبانا ارخص اقول لك بقى ليه هنوفر بقى شحن وانوفر جمارك وهنوفر حاجات كتير قوي قوي خير بقى ان ايه احنا هنوفر كل ده يبقى بعد كده كل حاجة بقى بتاعتنا احنا الاتنين اقول ايه والزبون بتاعنا انا وانت بيحب ايه ايه الرخيص صحة ولا لا ايه اه طب اما انت مالي ايدك قوي كده هم عايزني في ايه محتاجني في ايه ايدي في ايدك في ظهرك في ظهري اسمت بعدين ما تنساش بقى عندنا صدران كتير قوي بقى مفتوح عايز ايه كل غير بقى ان احنا عندنا مشكلة الدرائب يا حبيبي كتير علينا قوي صح تفكر بقى وقول لي هنعمل ايه يا ربي ان عظمت جنوبية جثرة فلقد علمت بأن عفوك اعظم يا ربي يا ربي عارف يا ولد انك حزين وعارف كمان انك جدك وخربط لك مخك بالجوازة اللي ما كانتش على البال دي و لو زعلت عندك حق بس ها الكبير كلمته عندنا حكم يا ولدي وجايز هو شايف حاجة احنا منشفهاش وعارف حاجة احنا منعرفوش متعرفش الخير فين يا ولدي كله يهون يا عمي لاجلمات فين ابوه يا فطرابه و هايا هو قالها مش عايز عايش غريب واموت غريب بس انا يعني لما جيت هنا لقيت له اهل وعزوة وناس زعلت حسيت قدق ايه الراجل ده تبهدل وشقي وعش لوحده ابوه يا عمي كان عامل زي واحد مسافر خاد القطر ومعرفش ينزل منه تاه فينص الطريق اعرفش هو رايح فين ولا جاي منين نسي حتى ان في يوم من الايام كان بسافر كان عايز يعيش اي حاجة كانت ممكن تونسه طنطتنا حواليه كان بيبسط ويونسه بحكة امي في وشه حتى هو بيتخاني محصر كان بيضعر على وانس صوت ابتهلات صبات الفجر دي كان بتونسه منساش لما كان يحط الراديو في حضنه على محط القرآن الكريم استنى لحد ما الاداني صحي قوم يصلي الفجر تاهرف يا عزيز يا ابني اشد وقت ضلمة في الليل ايه قبل طلوع الفجر بساحة بيتش خاف متضلمة يا عمي زمان كان جدك اللمنا حواليه كان عمك واحدان يقعد هنا وأبوك جاره وعلي كان صغير كان يقعد على الأرض هنا وأنا في مكاني وكان جدك يتوسطنا يقعد يحكى لنا حواديد عنهم من الغولة والأشكيف والجنية وبرجلي مسلوخة وكنا نقعد كلنا مبحلقين ومكتومين ترمي الإبرة ترن وكان علي ديمن صغره جبان عاي خاف خطف أبوك في يوم الكولوب وطلع يجري جاري ورا علي جدك استغرب قال خدي علي تجري ليه قال له عخاف من الظلمة وعجر ورا الكولوب عشان يبقى في النور يا بوي ها 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 ميس قدالي وhaltة الدين علجه بطل من يومي الخوف خالص الله مواً كوم يابني خليك تصلي الفاجئة وتلحقك تنام لك ساعة قبل ما تسافر صلى الله ما تسافرش وقتوره كومي أبني كومي بابا انا رايح اكل عايز حاجة؟ بالسلام يا حبيبتي بس مش لوقتي بتاخر شوية ما انت عارف المامة اللي بقى بعد الظهر؟ اه صحيح بقولك ايه؟ ما انا معايا فلوس خدي بس خدي اركابي تاكس بلات زحمة اللي تباسات دي؟ مرة تباسي ما اخد مننا رئاس يا بابا حاجة جديدة يعني لا لا دا كان زمان انا بنت الدكتورة لازم تروع بتاكس وترجع بتاكس ويحط رجل عرجل كده دكتورة مرة واحدة اه طبعا يا حبيبتي بتاخلي فلوس تاني؟ ما انا هياخد بقى بس لما يتيجي الكتب ان شاء الله ما انا هتنزل رف كده ومش هنعرف نلحق عليه اناية ليك اموري بابا انا كان فيه يعني موضوع كده في الكلية كنت عايز اتكلم معاك فيه موضوع ايه؟ مشكلة يعني كده مش هارفح الله يا سيدة من ربا طب تعالي بقى نقعد كده جوا شوية ها؟ بتحكيلي على كل حاجة تعالي هعطالك شوية تعالي اسمع بقى بنت عمتي لازم تعرفي انه عبري ما فكرت في الجواز لزمان ولا دلوقتي وانتي بالنسباني مجرد حاجة واحدة وارده وموفقة بيها يا والدخال اخدني معاك اخدني معاك يا عبد العزيز دي العيشة هنا وعرقوي ده الموت شارك اهوة من العيشة هنا طب ايه دي طيب صلى على النب صلى 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 خلاص بقى وانت تلقى تبيضة وقشتة كده زي الفل ما لوم اكتلع صامرة وظهارة كده الليه ماتعين عددك عياله الليه الله فيه ايه طيب بلاش يا ستة السؤال ده خالص انا بسألك يعني عنك عيالة يجوا معاك يا مصر ولا يستنون هنا ولا ايه مش اكتف كلام ايه كلام أango انت عادت قديم اتجوزة يا عمّة العربية خلاص صلي على النبي انا اسألك سؤال عادي عادت قديم اتجوزة ما فعلش حاجة 7 سنين كم؟ 7 سنين ومخلفت انت عزيت مطرح معك حبني هتلاقي لي ولو طلبت منك حاجة طلقني بساعدة ان شاء الله تحرمني من مياه والعيش حاجة بالاياه خلاص خلاص هاردك لا اله والله العربية جاهزة وفيها خلاجات بنتي وعزالها مش عايزين خلاجات يا عمتي انا اخدها هكذا باللي عليها موافق اسمع يا والد اخوي احنا عيشنا في الدار دي وعمر ما حد فينا جدر يكسر كلمة جالها جدك جوازك من بنتي على عيني بس انا قلبي حاسس انك رأيت بنتي من بنات مصر والجوازة دي جد خربتت لك حياتك وانا اللي بقولها لك اها بنتي مش اكتر من دفع عندك وعند مرض خالها مالوش لزوم الكلام ده عمتي انا ممكن اعمل اي حاجة عشان هنفز وسيطة بويا وبعدين اشجان في عنايه وان شاء الله عمرها ما تشتكيلك مني لا ده انت تديها في جراسها وما يهماكش وانزالة تكفى حاجة شدلي تلفون بس وانا اجي احرجها وهي حاي امك اسمها ايه؟ عاطف سلمني عليها اللي خالت ما ماتش كاني شايفي عبد الرحيم اخوي ربنا اديك الصحة وطولة العمر يا عمتي انا بأمر الله بقى جزولك واتطمن عليك من الوقت للتاني لا ولا تاجي ولا تتعب نفسك يلا العربية مستنياك هتوصلكوا لحد الموجف اسمع يا ولدي المرة لما تبقى على زمة راجل مالهاش حاج غير في اللي يمدي يده ويعطهولها وانت يا با انا بقول هالك جدامه ها ما عايزاش دلعماسخ لا رايحين لا جيت منين لا تأخرت ليه لا عايز اكل دي وماشربش دي يلا العربية جاهزة جدامي لا 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 ده كده يبقى مستقصادك وده مش كويس ممكن يديك درجات وحشة وده يقصر على تقديرك طبعا مانا اتكلمت معاو سألت وحرك متدايب اني في حاجة ردها ليه بغاليسة كده لي وانت اصلا ما تقدريش ولو فكرت تعملي كده مش هتطلعي من السنة دي يا سياطير الرابط ده مغرور قوي وماللماء بقى دكتور حيعمل ايه بقى ابوه بقى رئيس القسم ده ما يولتش بصراحة استغفر الله العزيز يا ربط طب اسمعي يا حبيبتي احنا ايام الصحاب اه طب صحابة زماني يعني هاوليك على حاجة يكونش الجادة على عينه منك وانت ما تقنشها انا مني يا باب تصدق بقى انا غلطان ان انا قلتلك سلام طب فكر في كلامي فكر في كلامي بس استرها معها يا رب موسيقى 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 هو انت؟ اه عسكري ماشى صح؟ ايه ايه تدخلت هنا ازاي؟ اعب بقى لما سينا سؤال ازاي ده؟ ماشى يا حضر الزابط انا باعزين نتكلم شوية ولا المحضرة اهم؟ صراحة بقى المحضرة اهم تبيش سخيفة بقى بقولك يا لبنة انت فهمك كويس انا عايز ايه مشكلتك اني فهمك كويس انت بقى اللي مش فهم نفسك عارفة لو حد غيرك قالي الكلام ده كنت عملت في ايه؟ هو ده اللي بقولك عليه بقى اللي عيش متدلع زيك كده وكل حاجة عاوزها بيلاقيها ما بيحترمش مشاعر حد بيبقى اناني يا بنتي اناني انت هتجننيني انا مقصرك على ركب يا اقولك والنبي حبيني زي ما بحبك عاصم انت ما بتحبنيش انت عايزني عند مين قال الكلام ده؟ طريقتك معاي انت حتى مش قادر تتخيل ان انا ممكن ارفضك مش عارف تقدم نفسك ليه الطريقة ما تخلينيش اخف منك انت حتى لما جيت تتكلم معاي اخترت المكان الغلط انت مش عارف زي مايلي ممكن يقول عليا ايه؟ احدش يقدر ايه بصيرتك بحاجة انت مش عارفاني مين ولا ايه؟ برضو ما هو ده اللي بقولك عنيه طريقتك دي هي لن خوفاني منك طب اعمل لي عشان تصدقيني بحبك اعمل لي عشان تطمنيني بس اليدك انت اكننت ولا ايه؟ انا عندي ما اعمل انا عارف انت كامل اخدناه النهاردة كبير بس لازم تعرفوا ان المعمل هو المكان اللي نتعلم فيه عن ايه صيدلة مش الكتب ولا اما راجع ويريت نركز مع بعض عشان هنعمل معادلة تحضير المورفين من مكوناته الاولية تمام؟ تمام اه لو سمحت يا دكتور انا اكتشفت ان معادلة تحضير المورفين ممكن توصلنا المعادلة تانية نحضر بيها الهروين احنا معنا في الدفع مدمنين اهو يا دكتور انا بتكلم بجد يعني انا حتى كنتت المعادلة هنا طيب تعالي هنا يا دكتور وريني تلحقني الحدية راح تختفى العصفل بيدي ده بودها خليك عملالي كيتة فيها الملكة فريدة لحد ما اعلنوا خطبتهم مساعتها يا عيني حيروح منك الصيدلات بتاعت بابا والخاملات نايمين عليها كمان ما تبقيش عبيضة ما زن عمرو مايفكر في واحدة زيها تتشعبت فقته بسي لا والله طيب يا حاول تبص على المشهد اللومانسي القاملة اللي هناك ده هو دي اسم المرجع اللي في المعادلة ويرت بقى انبطة بنلق المراجع ونجي نتنطط على زمائلنا والله ما عملت كده قص التحويل منطقي وجيفت ناغي وتخيلت انه صح تبقي فالتة بقى واحنا مش قاعدين بالنا وانا عملت حاجة دائد حضرتك ماهو لسه بتسألي مفروض واحدة شاطرة زيك تركز في مذاكرتها وبس طب ما انا مركزة في مذاكرتي وبس هم المين اللي انا شفته معاك الصبح ده خطيبك؟ لا طبعا مش خطيبي هم المين يعني شكله كده مش اخوكي خالص لا اهو مش اخوي اهو بس هو زي اخويا فعلا اخوكي بقى وابن خالتك والجهو ده بقولك يا ابنة ركزي في مذاكرتك احسن مشان يلا هتنفعك موسيقى 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 اشتى خلاص و كانت خلاص 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 لكن ما كنت معاك تبني losses أحسنت لا أريد الأمر هل فقط إنتاج من قبل قبل سنتاج من قبل خفت إلى ه 아직 أحد فقط 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 دارة أحسنت دارة أطار يا عبد الله يا ربناحي دبن دولاس بس أجوبتين بس أجوبتين وحد الله بس أمت بس أمت يا رب سبت خلاص لاي ، خلاص. تم الي اتعاد حليб 있는데요 بكية في حياتك من جانب هذا؟ يما دي أشجان انت عمت رتيبة من البلد خشي بس انت صلاة النبي ولاي هاخد اياه معك وأنا بكرة الصبح هفهمك على كل حال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اشجان مرتخوك عبدالعزيز بيت عمتك رتيبة اختبوك عبدالرحيم اختبوك مين يا بريدو فهم يا عبدالعزيز معناته ايه الكلام ده يا مين اللي عاده بره دي عبدالعزيز اوه 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 ما قلت مراتي مراتي جدي حكم عليها بكده مراتك مراتك يعني ولا خطيبتك وجدك ده الى ازا اهلك بمناسبة ايه يعني بمناسبة المرأة حنفس وسيط ابوها يا اما بس بصراحة شكلها طيب قوي انت تتنقل على عينك وتروح كل ايتك يلا خلاص بقى خلاص بقى يا اما لا مش خلاص دي جوازة يا ولا ما تفهمني رد علي ايه ورطة ورطناها وخلاص ورطة وخلاص دي شكلها تخلفت ايه كت عاملة عاملة هناك وبيلزوا هلك ليه استغفر الله العظيم انا قلتلك ان انا ارملة وانت جوزي راح فطهر عبد الرحيم ان هو يبقى عارفة يا اختي جوزي الله يرحمه بس الغلبان ده زنبو ايه يعني ولعوا فبعد بقى اشتركوا في القناة 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 أبوك كم راجل مكافح عزيزو ببركة فيك أعز أعرف ملي سرق أبويا أيها أعز أخد حقه ملي سرق وموته بحصرته أبوك ما ماتش أتيه أبويا مات شاب روبك تلعرف مليلتها كنت راجع من بروبا وكنت راجع متأخر شفتهم بيقوموا حولين الورشة شكت فيهم أول ما شفوني رحوا معملي مبالغة قوي وهتموا بي وطلعوني لحد البيت ورحوا نزلين بعد كده لما اسمينة الورشة تسرقت شكت من هم شو أخد بالك وما مرق بينا إزاي كاس الده بتاعك أه فيش ريط أه بس ده بتاع المسرحية معاك في نسخة تانية يعني معايا في البيت طب أنا عايزه وهارجعولك تانية سلام يا جدع انت ده يا جدع مزقيتكش يا جدع يا جدع انت بقى وتعرف الليك أخي كبير يلمك واناك تصليك دماغي نزل يدك لحسن وديني لأم أبو ما يجي لأوريك لا يا جدع يا بيت انت يلو هدك شاية الواد اسمه عبدالعزيز كنت مل ايه؟ كنت مل ايه؟ كنت مل اعزيه بقولك الله وبعد النوع ما كانت جيينكم ولكت موجودة متعزيه امه لا يوم بيت عليكنا انت مش بدل ما دور ما تعزيه انت مش دور ما ايكي يا عميك يا عميك نزل يدك لأ طخالة هو ده اللي قدرت عليه يا بويا بدل ما تديها جزي لأم اتربيها متربيها متربيها حسن منك عارف لو منديت ايدك عليها تاني واللسانك يا عم هتعمل ايه؟ هتحلمني من المراسط يا عم امشي طب اره بره امشي امشي يا بويا استاذ انت عارف اللي هنم المتربيه كانت بشقة الواد الاسمه عبدالعزيز قال ليه يا بيتعزيه مش نعيس كمان غير الولاد اللي العتلين يختص الصيدالة امشي امشي انا متربيها حسن منك يا صوية وبالوين كل انا عرفيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين وبعدين معاك ابتوا اخوكي هتفضلوا كده النقر ونقير هتفرجوا عليها الشارع انا اتعبت الله العظيم تلاتها انا اتعبت يا بابا انا اسفه والله ما حصل حاجة انا نوحت عزي ياصر عبدالعزيز واصل هو ما كانتش هناك مامت بس اللي كانت موجودة يا بنتا مش بشك فيك ولا فعب العزيز انا في المصيبة التانية اخوك ده من ساعت ما اتخرج واجاب لينا مشاكل ومش عارف اعمل معا اي ازئتي منه بس انا با عارفة وبيعمل كده ليه ليه يا بابا انت فهميني عشان انت مرضوتش تبديل الفلوس يسفر اول ما اتخرج وبيعمل كل حاجات دي عشان يخيزك ويخليك تبديل الفلوس اجيب له منين بس مع لها ديك اهو اجيب له منين استغفى الله العظيم يا رب ربنا هديم هدي هديم ايه ده دي مطلق باك هو مات تف ببعض يا شابرو اذا ايه ده عايزين مني ايه تاني يا شابرو قادريني ليه من صباحية ربنا لحد اللي قابلنا قابلنا يا بابلنا يا كزيزو ده احنا بينا عيشوا بالح يا جبعة شوفوا بقى يا سبالة شاعة عبت العزيز كله يا اللي محدش عارفين امكم ولا هيعمل لكم كام مفيش حرمية في المنطقة منكم والابرة لو راحت بتعرفوا مين ضيعها ومين لقاها يبقى ليش عادي عشان نبقى حلايب ومان زعادش بعض ايه؟ ده سلك يا كبول ايه؟ سلك انا بوها بيعمل منه شوغلة عشان يأكل عايشي من حلال قادر الحامل استكترتوا عني اللقمة وما قلتوا بحصرته وانيالك الله يرحمه قسما بالله يا شعرم انما قريت مين سرق البضاعة وراحت فين لكنك اهربك ودفنكو في قلب الورشة كده عين يا زيزو وضعت ايه وورشة ايه برضو يا زيزو عين دا احنا كنا جايين ناخد فيك العزان انت وبيك اقول الله يرحمه اه ده الكلام اللي يزعل يا حبيب لو بيدي قالك انت حتى زعل دي ببدك يبقى تزعل يا رحمة ايه ده؟ هو زعل وحش يا بطره طباب قول لي صاحبك يا حبيبي قول لي صاحبك بتاعمل كهربا ايه؟ انا متعش مش عايز ؟ قصلة ق JK وانا حاسق و لو كلام تمام Denimaga اتنبقى اصحاب ولو الكلام معرفناش هيبقى انا الاخر كلام في عمركم والتسجين ده شاهد علينا ولا ايه يا رقامة ما كانش العيش يا رزيزو نحن هو كين نعيش وما يلحو مع بعض يا جدع نحن هو ما تنضي يا واحدة نحن لو كنا سبقنا كان بان علينا يا جدع انت مش مصدقنا برضو ازيزو العيش والملح ما نعرف حال عن انت بتقولوا ده يبقى عاجبتك الكهرباء يا حبيلي يبقى عاجبتك الكهرباء العمك قديل قديلو الشرشبي قديلو الشرشبي ازيزو اينا. قديني قديني قدينيوا الشرشامي قدوا لابوك خمستاشر عالف قدي يجيب بها عشان يقفل غسلات وياخدوها يبيعوها بدو. ابوك وضع ابوك وضعوا على وصل امانة بالمبلغ كله. وبعدين ده قدينيوا الشرشامي راحوا لابوك وطالبوا بدو الخمستاشر عالف قدي قدود unto gauge. ابوك عندل احسارة نسrdع ابوك عشان ابوك ابنىعد طعم. البضاع راحت فين اشابل تبات في الزفد اینحن ابقولك. البضاع راحت فين اشابل وانديل انديل. قالو قدود احسارة نسراع يزيز. وابوك أبوك مضالة عليها بواصل أبانا ولما خاف خاف عليها من حبس أبوك مضالة على المبلغ دوت ولما خاف عليك أنت أخوك الصغير أنت له تحوشت العمر ومات ومات مفرفة من حزرة عايز حاجة تانية زيزو دي لولنالك على كل حاجة الله يا خربت اليوم اللي أنت وأبوك جيتوا فيه وفتحت أم المخروبة دا خلاص خدت اللي أنت عايزه فكينا بقى الله يا خربتك فكينا بقى يا زيزو يا زيزو حلنا بقى يا عزي قالك أبوك عاشت فكينا حلنا بقى خلاص ايبو حل روحكم الكسر دا بدنا زيزو ما تنسوش تعفوه الورشة وانتو ماشيين زيزو زيزو طب انتقسم لك المفتاح مع مين أباك يا انزل فكينا يا عبد انت يا عبد منتشوفش هفكك إزاي يعني يا عبد يا غابي ما تبقاش حبارة انزل فكينا عشان أفكك طب فكينا طيب خلاص خلاص انا هتصرف يلا بينا يلا بينا يا عبد قديني والسالح نلسل البضع حشان أبوك ابلح الطعب يا مهاري سويد دي كنبينة وتعملت على أبوك واي كنبينة صحبي أولاد الكلب ادولوا بضعب خمستاشر وما ادوه على وصلة أمانة سرقوا منه بضعته وخدوا منه الفلوس برضو طب قولي الأول انت جيت من الورشة على هنا على طول أعمل ايه؟ ما لقيتش حد غيرك قادي شارك من المصيبة دي ايوة بس العللي بلطة جاية يا صاحبي وأنا بصراحة مش فضلهم طب خلي حد فيهم يا رابلك واشوف إلا هيحصلهم واحنا برضو مش هنشتغل بلطة جاية حاول تسمعنا يا صاحبي ما تخليش الظرف اللي انت فيه غير أجمل ما فيك أجمل ما فيه هو أوسخ ما في الدنيا الضعف تا شما رحكتلي على واحد طلعلي من القبر قال له خدلي حقي هاملت انت بقى انه تعمل زي هاملت صور طبوة ما بتفرقنيش يا ايات كلهم غامض عناش فوق قدامي مرمي على الأرض في الورشة ايه دا يا زيزو ايه دا ده أمر الله ربنا بيؤمر بالعدل أيوة يعني أنت ناوب شحنتك دي تعمل إيه طيب؟ إلي ليه طاروا ما يخدوش بأعويل؟ وليليه حق ما يطلوش بقى ما يستهلوش؟ بصيلي يا صاحبي بصيلي يا زيزو عارف أنت هتقول إيه؟ وياريت بجد أكون اتغيرت لأن اللي بتغيرو الظروف زي ديها إياد يبقى جبلة وما عندوش دم وأنا عرفت طريقي خلاص حاملة اللي أنت بتكلمني عنه ده لما انتقم راح ورا الشمس وماله إحنا خدنا إيه منه الشاعة عشان نخاف من وراها سلام طب ولوبنا اللي قلبك زي ما بتقول مش في صدرك لأ معاه ولوبنا خلاص راحت حتة تانية هتبقى دكتورة وبتفتح أجزخانة وأنا أنا ولا حاجة أنا في قاعد دنيا فاكر زمان في دروس الكيميا كان يقولك معانا راسف في الأنبوبة وأنا بقى الراسف ده راسف في الحظ وراسف في الدراسة وابقى راسف في النظر بقى لما خطلوش حقه وفوق دم الحرامية سلام يا شاعر يا ابنه دا بقى شتبايد يا عاني محدش ما قاس تقلب أبوية عليها غيرك يعني انت فاكر ان هو بيحبينه أكتر منك إحنا تنمى الناشر لبعض يا بنت يا بوكا عايز يحنطني جنبه عايز نعفل النهار في المخروبة بتاعته دي أبيعكر ريس وإلام وديني ومئزة لأجراء والشايلين دي اللي هو نقص ومالهم بقى الشايلين بتحبيه؟ هو إيه دا اللي بتحبيه؟ اللي هو يا ابن العتال دا وديني وما أعبد لو محترمت نفسك معايا لكون مورياك خلاص؟ بس سيبك من الهللة دي وجوابيني على عد السؤال مش إحنا زي ما بتقولي مناش غير بعض يا بنفهم دا انت خريك حقوق زيزو دا متربي معانا لا والله طب اعتبريني يا ستي مقتنع باللي بتقوليه بس أنا عايز أفهمك على حاجة اللي هو دا مش هينفعك يا بنتي سعدرانية وصاية هتيجي إزاي دي؟ مهطرة تقديهة اللي موديك في الستين دهي وبعدين أصلاً اللي انت قلتو دا أصلاً أي كلام اه كلما بتتحمي عشانه وكده بتأكد ان انت بتحبيه ان انا ايه؟ ايه؟ يا غلس ما علينا يا ستي ونا مالي خلينا في خديجي الحقوق ينفع عدي عمري كله في مكتبة أبوكي وكاون منها مستقبلي لا انت أول ولا آخر واحد هيمسك شغل أبوه يحاول يكبر كلام بقى اللي مبقى أكلش عايش خلاص سيبك بقى من الكلام اللي مش عاجبك قول لي بقى واحد بتحقوها يسافر بلاد بره هيعمل ايه؟ اذا كان أصلاً القانون اللي بيطبقوه هناك مالوش دعب اللي انت بتدرسه هنا في مصر ومين قالك ان انا راح اشتغل محامي أصلاً؟ انا راح اقلب رزق زي زي غيري وقبل ما تدفع المكتبة أبوكي دي انا مش عقف فيها والله لو ما اوتوني إنما بقى لما دلقت أبوها تلعب في دماغه كده وتحنن قلبه على أخوها الوحيد ساعتها بقى يابي بالقرشنات وكتن ماشي ماشي يا صالح حبيبا انا حكلم أبوك وخليه اديك الفلوس بس بقى تنزل تعتذر له على قلة قدبك اللي انت عملتها معادي واتبوس يده كمان انا هرسه ادي انا هبوس ايدك وإيده ورجله كمان لو حبيته والفلوس اللي تاخدها تبقى ترجحها قول ما تشتغل تحب اكتبلك بيمشيك دلوقتي لا يا ناصح اكتبوا لابوك طب زوقي بقى عجلك اللي انزليلي لا هنستنى لما يطلع يا ريزي بلاش رخامة بقى ده أنا مصدقتي ترضي طيب عليا النعمة انت احلى أختي في الدنيا ووراك بقى ان انا موافقة الجوزة الوادت ان اعطايف ده طب عليا النعمة ما انا نأزلي ومعدين بقى وانت اسم النبي حاصك وصينة هتفضلي قاعدة كده اعزها نعملي اي وانا عمل يا مردخالي ماعرفش اعملي اى حاجدة اعدات جديد أعزها يخش تجувة اعادة يا عادة وخش يا دي عادة ومش عادة اللي حينش هانقل بلص منها دي خش المطبخ اعملي اى حاجة مع عايزها شاكل و Baker اعملي اي knife ماسحت المطبخ من بديا والموعين اتغسلت وماسحت الأرضية طب قومي افتاح الباب قومي فزي حاضر مردخال وشيري الهبابة دي اللي كل ما دبانا اتعدى تحطيه على وشي حاجة يا مرات خالي يا دي مرات خالي يا مرات عاملة كيف اللي احنا فيه ده مين؟ ماريم جيت في وقت جيت خالتي سكة حبيبتي جيت في وقت ايه خالتي من اللي بعطين اللي في حاجة؟ هابدا مخنوة يا اختي وعايزة تفاك مش تعرفينا بستدت الاول؟ انا يا سامة اشغال قريبت المرحوم من البلد ايوة يعني هي مرات خالي يعني اه قوما عملنا بقى شاي ولا جهوة؟ شاي وعشنا بقى متجاوزة ولا ايه؟ ها؟ ايه متجاوزة مالشاي يدور على عريس اه وليلي بقى يا خالتي زيزو كده جامل بلد ها؟ اه جاه طبعا هو جايب مرات خالي معاي ايه يا مرات خالة ولا انت مرات خالج ايه؟ ايه وليلي حكيلي ايه؟ يا اختي والله ملا عارفة المهم انت عاملة ايه يا ماريم في كلية تتحكيلي الحمد لله لسا جاية من مستشفى وليلي بقى يا خالتي زيزو عملي دلوقت الشاي ايه ده؟ انت الحتي تعمل الشاي؟ مصلحنا كده البرات ما بنشلوش من عالنار ولما المية تنقص بنزودوها عشان كده جيبتو طوال وانت هتفضلي اعدالنا كده؟ ممكن انت احتاج وحاتي جيبها يا بنت الناس خشي جوه لما عاوزك حبق اندهلك نادتك العافية مع تخالي حامر انت كلهم على مراد خالتي من بدري ما هنا عليها زريفة ولمحة قاوية خالتي قاوية يا بنتي لما استويت سللي لي خالتي هيبقى لاي هنا كتير؟ من مبارح بس بما قام سنة يا ربي يديني الفلوس ويخليني يمشي وأخلص مصالحي اتهدي بقى ما اشوف المصيبة اللي انا فيها دي اولا الفاتورة دي ما تمشيش معايا يا خالي اول مرة تباعدني فاتورة من اللخبطة بالطريقة مش هكول اسم معلمية مش موقع اولا كلها تشباة والحاجات كلها مش رجبة على بعضها ومفيش رفصيل حتى عشان ابقى عارق اعمال احسيبها عندي هنا دلوقتي مفيش اي منطق ازاك يا وديك يا عربو انت لا تقول لي محاسم ولا تقول لي مش محاسم ما بتردش ليه مش بكلمك انا الحمدلله انا حسابهم عندي دلوقتي انا موافق على ايه هم 298 قال 299 ايه ايه لحظة اه 299 اه لا لا هم 299 مش 299 لا 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 انا فهمني بس انا وبعدين انا مش هتنفع معايا كده بالاول بتحضيرك تاخد الفاتورة بتاعتك انا هبعتها لك اللي بتشتطبع وكده مقدرش هقدمها واحسابها انا براحتي وانت كمان احسابها براحتك وبعدين بقى نتقاب لكن اللي انت بتقوله ده ما ينزمنيش خالص مع السلام مع السلام براحتي شكرا يا رضا اخنص يا رضا اخنص عايزة ايه يا منيلا انت انت كمان نعم ما قلتلك عايزة 300 جنيه وخلصني 300 جنيه هي سايبة وانا مفيش غيرك بصرف عليه ولا ايه لا مفيش غير لننوصل على الحجر اللي بياخد كل جمعة الف جنيه انت مالك ومالك من النوص وبعدين اما تعوزي حاجة هروحومت تكلميني في التليفون مش كل شوية تنطيلي بمنظارك ده مالو منظاري يلا غوري من هنا طيب أبعطلي الودي الكهربائي ده أحسن فش تستخم بتكهر والله يا بالكهرب لا يا رب الكهربك إنت و أمك و أخلص منك و في أم واحد غوري يا بيت نحاول الله يا رب غوري ابتخرت يا زيز مقدرش أتأخر يا سيد المعلمين برضه ايه الضغر على شغل كلك مفهومية يا معاني أبوك الله أرحمه كان شغيل وكان جدع بس للأسف كان جشيم قولي بقى يا بطر مبسود في الحتة اللي انت فيها ولا نقلك المطافي زي اسمعيني يا سين جراها شويش عطيها ما تلم الدور بقى تمامة باشا بقول لك يا حجيجة قول انت عاملي مع أقل حجة ولا انت بتلغوص بخون بتاعك انت والحجة أنديل يا وات بطر ده أنا مدل عمك آخر دلع انا قولك ايه نسيت الحجة برضه وانت شاكلك بتلعبها شايا حج الله يخليك يا زيس الله وانا قولت حجة لا ده أنا بقولي الحجة هانم باشا عايز ايه تاني انا بس نفس افرح بيك كده واجبلك واسطة جامدة هنقلك هنا الموسكي واجوزك عشان يبقى الجوازة ونقلة الموسكي بجمعة واحدة زي كان عروسة يا حجة ما موجودة ياه انت مخك راح فيه قدي يوم الدخلة هتجي مربطة بشاشة ويمكن تحط بدل الروج ميكروكروم او الله قال لي كنت مبس يا عم في الحريب يتبقى طلواز التال دول وسيلنا عنا جيش حقاتنا ياوا ده انا عايزك تبع على وش دونيا شوفلك بين تلو أول ما حاجة تسلت ضاهرك كده ويقويك تو امر بحاجة تانية يا حال جرية انتوا في الصنط عينيك ولا يقاروح امك ولازم تقول تنطيت بس يا باشا أطنطة عليك يا عدوها اللي اشددلك وبدول اي شيء ولما تكلمك تفرد وشك ها؟ عشان ما خليكش عبرة للشارع كله ليه الكلام ده يا باشا؟ يلا ياه بس خلاص بقى انت هترد عليه المديه تشتغل في المعرض ده؟ نتكلم معي انا باش لعب الحاج بلحظة هاي بجد؟ بجد على أزيزه طلع عمتين وتاسعة زي ما انت قلت روح انت بقى اطلع عددور التالي صلح الفيشة اللي بايزة هناك دي هناك يا حاج مع السلام ماشا بلراحة شوية عروية فيه ايه؟ اللي اقول لي حقانتوا الحتة اللي انتوا عاعدين فيها دي بتاكروا فيها تعبين؟ التعبين يا حاج لزي العيل دي العيل دي لو اديتها عبك هتقرسك اسألنانا مين ياهلا اللي قرسنا ياهلا؟ حد يقدر يجينا وحينا في شارع عبدالعزيز؟ الله ده احنا الوردة المفتاح حد يقدر يجينا حيات عيلة الشابي تتجنينت ولا ايه؟ نعم الفيشة الفيشة ايه؟ الفيشة السخان البايزة اللي بتشرز ايه بتشرز دي؟ اه طبعا انا اتوكل على الله تعالا ان كان على الفيشة موجودة بس على الله تطلع الصنايعي ادخل اه اه يا ساتر خلي بالك للكهربة اتعضت لا يا مانا اتعضتها لا يا مانا اتعضتها يا ابن اللعيبة يا زيزو انا في تلاعيبة يا ابن الجنية ابن الجنية ابن الجنية يا الله الوقت علم علينا صح معلم علينا صح الصح يا شابو لا ويه؟ توت ونبوت وكهرابة والتسجيل شفت التسجيل يا اسطح؟ التسجيل ببابير الوقت فرشح الوقت بعزقنا على الحصيرة في السليم المعوجه يا اسطح ان احنا بقينا سكروموندو زيس على شوية اندنال اه؟ بلك انت التسجيل ده لو راح للشرشابة ولا انديل مش هندفع فيها أقل من 350 جديد لا ايه 400؟ لا مش هبقى فيه يا باكرو ولا شابرو طب شوف انت عايز تعمل ايه بقى عبوهم وانا معاك؟ عايز اعمل حاجة كبيرة يا اوي بس مش راضي هتيجي على دماغي هتيجي يا اسطح بس هو هتنسى التسجيل يا ابن بابير وده اللي مجنان يا باكرو الوقت تحس انه مارد كبير قوي تلع من امه مقدي كده المارد بيصرفوش غير اللي حداره يا شابرو مين اللي حداره يا باكرو بوتا بو صح يعني احنا بروح اهلك هنصح يا بو اللي بات ما بسحاش يبقى المارد هيفضل مارد ويهدادنا يا باكرو والايد اللي بتقدرش تقطاعها يعني ابوس ايدو همعفن الكلك عند الكلبة حاجة صح احنا نصحبه 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 يا ابن نصحبه نصحبه لحد ما نلاقله مصيبة ونزقه فيها والعلبك في الحالة دي بقى هنلاقله مصيبة وهتزقه فيها صح يا باكرو عارف يا باكرو انا بتمنى ايه يا شابرو نفس اعرف صدا الصوت اللي بيطلع منك ده الزراره فين يا شابرو نفس اعرف زراره فين وهفله اعدك في الصدارة يا شابرو سناء بيت يا سناء ايه يبا فيه ايه صوت مين يا بيت اللي في الحمام ده انتي مالك انا مالك ده فيه صوت رجل في الحمام ده كهربائي اللي ويباعد عشان يصلى حفشة الزخان ولما هو بكهربائي تقبيب الشكل ده يا بيت مش عيب عليكي خشي ستوري نفسك بقى اي حاجة اقولك الكهربائي بقليب ستوري وبعدين ده حتة دعاير لو بصلي بعنين للتين دول هخزقهمني بصوابعي قبله قال ايش عندك شكينة ببوز وما جبتش معاك مفاكي ليه لو اوزى حاجة الساعة مش هتشاب يعني كهربائي من حلقة شلومة لعدة كلها طب ادخلوا حاجبها لك واجي وراك على طول مش هو ده هو ده العيل الصغير لا راح لهنا ولا هناك ده لو بصت له واحدة بس بعنيه الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلي فتوقب تبكلح علي ما تخش يا بيت تجيبت يلا سكينة ببوز قال سكينة ببوز قال سكينة ببوز يا ستا مالك مربوك وملبوخ وعرقان وحستك حوسة ما نعملك ايه ما انتو حطين فيش تساكان المطبق في الحمام وحطين الساكان في البلكونة ايه اللي اخبطة اللي انتو عاشين فيها دي طب سكينة ببوز طب ارجع ارجع بدن ويحصل قفلة وتتخضي ياختي يا ربي يا اخويا تخدني وارتاح تعرف يا سناء الحاجش يا شاب ده زي ابوها بالزبط صحيح افتكرت الباية في حياتك يا زيزو هوا انت رجحت اهمتها من البلد بعد الجنازة انت عرفت من ايه اصلي كنت وقفة في الشباك باتفرج عليكو كنت يواد امر في الجنازة هوا انتو لسه ما عرفتوش مين اللي سرق البضاعة من الورشة انت يتخاف مهنلك بقى وعارفة ايه كمان ست سناء عارفة كل حاجة يا زيزو معادة حاجة واحدة مرتبط وفي حد طيبة اليومين دول اللي كي شايف ابوها يعني مات وصاب وراها ولا البت لبنى لبنى الدكتورة ده كلام ما يملاش دماغ لأي حد يعني سيبك من الكلام ده خلينا فيك انتي بقى انتي انظامت بالزبط دي حاجة تتحس ما تتقلش يا حمار سنت يعني موازة يعني بتختفي كده من منطقة وبعدين تيجي وبعدين يقولك كاسا متجوزة وغمضة هاي يا زيزو خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منه يستلم بس يا امه احنا كنا بنسلم عمارة فيشة تمامة هي وعشة على عشة شكرا هاي بدي يا اخي روحتي فين يا مقصوفت الرقبة ياما بحسب الراجل مش كده لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه تعالى قابلني بكرة الساعة اربعة في مدان العتبة قدام المطابق افت بطالك نام بقى ولو مجيتش حنزل اقول لأبويا انك حاولت تتبسني وانت بتخلح السخير هاي قبضوا ولا المعلم قبضوا قبل ما يطلع ياما مش راضي وعمللي فيها صابي المعلم وكده يعني ما بردك الحاجة ما ينفعش عمش الشاب يخيرو علينا بردو يا اخويا كترخيرك مدى يخيرو عليك هات بقى ماخذ يعني ما ينفعش برضو نكسف المزمزين الزغيرة ربنا يا باركلك فيها الله يكرمك الودة حلانجة بشكل والنعمة ما بتفهمي في الرجالة اللي على السلامة عبدالعزيز وانا كنت مسافرة اللي على السلامة تأخرتك ده اليابني قبعد كون نزلت شرح عبدالعزيز ولد هنا يا امه فها فقطه بيزاك اليابني عايزه في حاجة لا بطمن عليه بس تعالي يا امي خير يا امي الفلوس فاني اللي كنت دعينها معاك الفلوس؟ موجودة يا دانان لا بقى تعالي عناي وعاوزها ليا هتفهمي دلوقتي يا اشجاب وبتنده لأشبال ليه؟ يا امي قبت ليك هتفهمي بقى اشجاب امي تعالي يا عايزي امي 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 ذو لها حقك يا حقك على يبك عبدالعزيز ما تكهرنيش قلت انا كابل زابط ماليش حاجة عنك ماتفهقني مطلقا انا معاك مفيش حاجة انا اتخالي في فلوس عبدالعزيز فلوس عبدالعزيز؟ وهي مالة ومالة الفلوس يا حقوق وكل واحد لازم يعرف اللي هو اللي عليه من الماليم مش عايز حد يجي يقول لي كاني ولا ماني والله ما هاكون لك حاجة ولا عايزة منك حاجة خلاص طب ياما نصبها حشي على جنب ودول نقطة جدي ليا يخليهم معاك لا يا ابني الخيوز كلها تفضل معاك انت وصينا النهاردة ما كان ابوك واللي هتقول عليها حيمشي عالكبير والصغير ده حق ياما والحق حلوة الله وانا كان عليها اقطع من اللحنة عشان اسطوركم تعيش وتسلمني يا ابني هشجان خش انت باياري وعشان تنامي هنا ايه تنام فين؟ تنام هنا امه ما تخافيش انا هنام معا ولد وهيتنام معاك هنا الله اه قولي هالليوم بقى معاكم وانت بترفاصي وانت نايمة؟ المنك هنام على الارض واردخالي لا يا اختي هتركبيني زمن تلقاح تلقاح ما تتهوي شوية كده يا بنتي مالك وقفالي كده روح فين طيب؟ روح في اي ده اها فعاج يا بنتي اسمعي كلامي مازل معجب بالابنة انت بتخرفي تقولي ايه؟ بقولك انها معجب بها جدا كمان بقى مرت ايه بقى فاهميني؟ يا بنتي دولناسة اغنية جدا من زماني يعني لو فكر في واحدة غيري في الدفعة يبقى الجاني نرسم انت عارف انت ايه اللي حيوديك في دهيا؟ غرورك ده وما تغرش عليها ليه؟ تقدري تقولي لي هياركبة عربية بكام؟ بيتاسرف كام في اليوم؟ طب قولي لي يا ساكنة فين؟ شارع عبدالعزيز لا واللهي قرب يا بي شارعب يا بي يا بنتي تكبرها بها يطلع كده تجري قدوات منزلين لا 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 باباها ابسط من كده بكتير باباها صاحب مكتبها لا واللهي انت الظاهر عليكي مخ جدارك واللهي؟ طب بصي هناك كده بص عشان تصدقي يلا بينا على فين؟ منتغلس على الحبيب ولما طلعت المكتبة وبصت على المرجع اللي انت كتبت لي اسمه كسفت جدا من نفسي وقلت اكيد هتشك ان انا نقش على المعادلة و جايت فلسفة ماشي يا نور مصدقتك الصباح الخري يا دكتور صباح النور اهلان يا نصة هيخدم احنا جايين نسأل عن معادلة النورفين اللي ممكن يتحاول لهيروين هو فيه كده بجد لا في دي بقى هتسأله الدكتورة لوبنا لا يا دكتور يعني انا انا لسه يدوب قد كده بصراحة يا دكتور احنا ما تصورناش ان لوبنا ممكن تكون وسلة المعادلة الوحدها يعني واللهي عندك حق هي كان ممكن ما توصلهاش فعلا لو بتقضي وقتها زيكو كده قاعدة بتتشمس فعلا يا دكتور الشمس النهاردة الجنة ممكن اعزمك على يا كابتشيني طب بعد اذنك يا دكتور فضال يا لوبنا ممكن طبعا بس بعد ما تكتبيني معادلة مهمة اولا تحويلي الميثان لمركب يدي ناكية الكافية دكتور ارجوك احنا مش في معمل كاميا بقولك يا انا روان ما تركزي في مذاكرتك احسن لانا الكابتشينو عمرو ما يوصلك اللي في دماغك عن اذنكو بتحويلي الميثان جالي الكلامي بتاعت الكابتشينو بقولك ايه بأذبت عني دلاتة خالص هههههه لبنة ممكن معدي ذاك ثانية تفضل يا حمد خير كنت عايز بس نقلم منك معادلة المورفينة اللي ممكن يتفعل يا دي معادلة المورفينة حتجنن الدفعة كلها بقولك ايه انا كنت بذكر بشكل طبيعي كده زي ما قاعدة كده وطلعت في ابناغ المعادلة دي وطلعت صح هي الكمية كده لما تكون عارف قارنها كويس بتوصل منطقيا للخطوة الجاية أمالي يعني ما خطرتش البالي لنا ولا حد تاني في الدفعة كلها ليه عشان انا بيت ضحيحة بذاكرة مفيش في دناغ خير المذاكرة بص ده اسم المرجع اللي حتلاقي في المعادلة ماشي روح لامين المكتوبة وخلي يجيب لك المرجع خلاص نروح علينا بص شوية طب يلا ازاي بص يا مروح لو جاي عشان معادلة المورفين اه دي يا ساتي اسم المرجع بقولك ايه انا جاي يقولك كلمتين تسمعون كويس وتحطيهم حلقة في ودان زي ما بتقولوا في الاحياء الشعبية بتاعتكم الطريقة اللي بتكلميني بها دي انا ما اسمح لكيش اصلا اتكتني واسمعيني المعادلة اللي اسمه ميزن ده تبعدي عنه خالص وبلاش طمحيك الفقرة بتاعتك دي انا بقولك ايه انت مش قدي انا قرستي والقبر ولما كنتش عارفاني بقى يا ماما اسألي عني باي باي سلامة قولة من رب الرحيم تايلي موقفة كده غيراتها في متعلقين ورا باب الحمام ومعاهم باشكير والفطور محطوطة اهو والشاعة النار تقوموني بحات تاني؟ اه امي فين؟ مارتخالي الساها نايمة اعودي يا عشجاه لا ميصحش اعودي تعالك يا زمد اعودي شوفها يا بنت الناس هنا بقى غير البلد خالص يعني الموجود الفضيه اللي انت بتعملي ده هيجيب بالعكس بيتعبني يعني كله عملك ايه وانا رايحك مش عايز احس بوجودك نهائي يعني لما شوفك اباعد عنك مش قصدي انا قصدي يعني متعشيش ليه انا لوحدي توزعي مجهودك شوية مع عمي شوية مع وليد شوية مع نفسك يعني ايوه فهمت يعني ما عملش حاجة غل ما تطلبها مني عليك نور هو ده اصلا انا احب اخدم نفسي يعني لما احب استحمى اراح اجيب غيراتي اما احب اما الناس يكوبايش شايبة حليبة خش انا اعملها ساعات الان يعني موزة داخل اخد فمين ايوه استقبل ما تتشوز ويبكالك والله ما جزت والله ما جزت يا حجك علي اصلا كنت المخروض خلاص هو انت قلت حاجة زعل عايز نمشي اعمل اللي انت عايزها لا ما نمشي استاني اقولك صحيح هو انت لما كنا في البلد قلتلي انا عايزك تنشلني من هنا كل حاجة الخنجة والحبسة لا طب ما هناك حبسة وهنا حبسة انت يعني جاي من الحبسة لحبسة ايه الفرق؟ لا ما انا عارفة انك لما تروح سدنا الحسينة والسيدة زينب هتجراي الفتحة هناك انت عايزة تزوري؟ لا ما عايزاش اقول لك ما كذبت عايزة بس مش وقته ومش وقته ليه مل حسين قريب من هنا فاركة كعب انزالي زوري ومبسطي روح لحالي ما ينفعش هو ايه المشكلة؟ هتلاقي هناك حريم زيك كتير كده ولا خايفة توهي انا بعرف اجرا واكتب مش احنا هنا في شارع كلوب بيه عطفة ابو الريش متنبم دهن العطبة بسم الله ما شاء الله لا تخافش عليك اعرفي لما جد فاضل قال لي هجوزك قلت خلاص هيبليني بواحدة واقعة من الثمنتاشر حتة بطرابة بس انتي الصلاع النبي يعني ثلاثة مع الدي ربنا يشفر بخاطرة باوليك طيب خلاص روح أشجان لا خلاص توكل على الله امم 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 ايوا يا بي سبعة الفل امم سبعة الفل اممم امم امم جاهزي لالف جنيه عشان الناس سحر ايه ساعة كان دلوقتي ساعة سبعة سبسرعة عونا بي امم عشان مستعجل وليسة ياخد دوش دوش انت اخد دوشي ليه يا وات جرى ايه يا امم ا انا اقوم مرأس تحمى في حياتي يا الله فين البت رسمع رتيبة دي قصدك اشجان اهزفتا وترامت علينا وخلاص انتي مالك بيها بس ودي عبدالعزيز انا مبارح يترامت نمتي مدرتش بروحي واكيد البت دي اصحابت من جم فيني وخرجت بالليل وانبارح كان الخميس واكيد الكاركوبة دي بتنم بدري يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يا لهوي ريحتك مكمكمة ليه وانا ما تتكلم مطي انت ريحتك مكمكمة ليه ياما ياما كل ما اقولي بس مشان ما افهم الاول انت قصدك لا انت فهم كل حاجة عبدالعزيز وطب انت عاوز الالف جنيتي تعمل بهم ايه بادفع ايجار الوارشة اما بضل المراجل يطردنا والبقى هيعمل بيه مصلحة وبعدين بقى انا عازة طمنك من ساعة ما اشجان جات واناعمل واحدة في القوضة التانية وبقفل على نفسي تكتين اه ما تركزيش ما تركزيش يا عاطف ما تركزيش اقتر الالف جنيه لا يرحمك يا عبدالرحين سبتنا يا بدري ورميت حمولك على الوات لما كبر قبل القوان سبتنا ما قفلتلك معراضك ومخزانك ورجعتك للقطاع تشحط على بواب وتقال له يا محسنين ما بقاش هان ايه يا ابني اللي تشربوا بالليل مصباحك مستقوي كده ونوعه على خراب عشك شرب زفتة على دماغك ليه تكا سيد محلين انتعرق فيها بتو عاملين زي النامل اللي بيخزن اكله قبل الشيطة بقي ييجي فيها ايه؟ ما قدك عرفت من خزة؟ طب عليها النعمة محد مخزة وانا محتى قلت ايه بقى؟ اللو الفلوس انا دفعتها يا ابني انا بقولك اهو قسما عظما خلاص بقى اللي ابني تعطيه انت هو ها ارتحت لا اللي تعطي يتحمل وخلاط الله 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 ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ بقولك ايه؟ تعالا معي المعرض عشان عايزين نتكلم كلمتين مع بعض انا مدخلش ولا اشرب معاك اهوة ولا نيلا الله علايا اطلاق بالتلاتة لانت شارب قهوتك عندي طلاق على طلاق بقى من نسواني مانا داخل معرضك ولا شارب عندك اهوة طبعا الخير يا بطن صباح الهامل ولا يلا سيموا يلا سفر لمين يعني؟ تعالوا ولا تشارتين شاب بص 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 مسكين كلب عاملين في ايه؟ يعم يسيبك منهم قولي بس انت اللي مساحيك بدري كده مش عادتك يعني انا بلا حابة مارس دور الاب بقى وابطمن على كل واحد فقد ايه ده؟ مفنوسك طبعا ده كده عزك لما تيجو تطيب تطيب مين نانا شو الممار ايوة بس دي عشرة جنيب حالي ما هي دي بقى اول عشرة بنية اكسبها من شارع عبدالعزيز ده بعد ابو طلعها محمه الله سيئة با خد بقى يا جارع خد انا كوك الكبير هتعمل لي فيها دايق خد الله انا كنت بقى سمعك الصنيطة يا الله ما صغيرين انا مش هتكسف منك عبدالعزيز ده طول عمرك كاسيب ويا ما عملك معا الصح فاكر عربية الكبدة اللي اتمسكت لو قد شابره عامل نمرك اه بس فهمني بقى ليش هتك عبدالعزيز تاني بس انا ورجع افتح ورشي طول هو ده وانا معاك ما هو ايد على ايد تساعد برضو لا خليك في الكتبه بس احزك تكمل تعليمك اولينا احزك تعمل اللي اخوك معرفش اعملوا خلاص اللي تشوف انا هتكلا انا بقى لحسنا wannaнибудь اختأخرته قوي الله بقولك ايه ما فيش اه ما فيش ايه بت Shank بنوتة هرسيح كدة فالجامعة بتلعب في جماغك مش اغلاك يعني Free يا جابت بس نفسي بقى انا وركز لدراسة عشانانا ننوي للPS كل سانا اطلع بتقديل اقول لي انت بقى انت جاوزت اشجال دي جواز جواز ولا كدامه كده على ورق والله والد ما عارف اقولك ايه الراجل جدك ده مع انه راجل عجوز كده انه معظمة كنامه يمشي على شنبات كبار اهو ربنا صدق ان ابوك ممدد وهو اللي راضي يدفل ولا يقرى فاتحا لما يجاوزني البيت لو انت مكاني بقى كنت عملتي ايه لا يا عم انا مكاني كده كويس قوي ربنا اقدرك على اللي انت فيه يلا سلام ربنا يدرني على انديل وشر شابه ساعة واحدة قولي بقى يا راب الحقيقى ما حالفين يمين مع بعض انه حدش فينا يكون التاني جاي البضاعة وعمالت نزلها المخزن دي غسلات مش كده دي سادس عربية اشوفها خلصت موشح الهابل بتاعك الله ما حد سيئ الهابل ع الشيطانة غيرة قولي يا اخوة عبيل يبداني وادحك علي اسمع بقى اه البضاعة دي بكامل غسلات في الاوتوماتيك دي حاج دي مش للبيعة يا سيدة ما معروضة هي للبيعة ما هلش يا سيئ البضاعة اللي انا كلها من باعة تعالي بكرا ان شاء الله الدور وماله ما هكلها مشاوره وخلاص مرضيتش اتبع لها ليه خايف تقولي السعر قدامي طابع عامل سعر قليل قوي وان افضل اطفش في زبايني يا بني افهم بقى البضاعة دي مضروبة يا نهر ابوك اسود مضروبة لا يا عم نايم ماشي استانى بس استانى 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 هفهمك البضاعة دي مضروبة من بلد المنشأ نفسه اه erstmal اه بقى جايم ي Whole omm semaine انا رأيك بقى انا محدش هيبلغ الغرفة التجارية غير ey القعد براحتك يا حبيبي مش علب اي حاجة ليه مش بتقولي اね ابن البضاعة و Xuzk ايو بقى في سلماساة ما شاولنك هو ايه نابو اترجعها تاني جزر الامر نسمع بقى يا سي ما شوفت ايش ابوي الحاج ابوك ده يطلع مين صبره والنبي ده بقلو يومين ما جاشي البيت وجيه اسأل علي ايه ناف معنادي حيصاحبني ايه ايه يا عمه انا بصحت منك بقولك بقلو يومين ما جاش ان شاء الله يفرموا انت وما انا مالي يلا ابنتي من هنا اخي بره 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 انتوا ايه ده عمه بصير ايه ابا دونيا ايه يا بيتة يا سميرة تلس بتدور على ابوك بك؟ ما ندور معي يا نصر والنبي هتدور معاك ده ايه هتدور معاك ولا هتدور على اكل ايش يا عمي في ايه يا عمي ايه ده بقى تتبيني بالمشمار؟ يا عمي ده من اول مبارح مجاهس وراح تسألت عليه في اسم قالولي مش كنا اكل اشو هيتقاهو على الورشة يا نصر ماشي يا عمي انا اخوة صخنة في الجغلول انا مالك مالك يا بيتة ما دليش عميش لعي ابويا والو انا اخوة في البيت عيان صخنة وراحت الاسم سألت على اللي مش هنا واخوكي ده في ايه؟ في البيت يا عمي وانسا كنين في ايه؟ طب تعال تعال دراسة طريق انا مش واحد اتواكر عليها اتواكر عليها اتواكر عليها طب تعال طب تعال وامزاف ماشي وعلي يا بيتة ومن يوم ما غزو العراق للكويت اه؟ معايا انت حاسي سوفيتي وقع وقع خالص وخد بالك بتاع جراشوف ايه عم السين ان انت في ايه؟ ربنا لا يرجعها ايام ايه دلوقتي بتادت ها تساقسق شوية بس انا عاوج اقولك يعني ان ان علشان اللي حاصل ده كل المصانع بقى اتضربت الشركات اتضربت وبقى البضاعة كلها مضروبة سؤول خليجة قافة اهربت يعني انت بقى نقوا تجيب البضاعة دي اللي هي خارج بيتраш الهرب اللي هي in that after the war انت لها طلعة من الحرب جيالة اسم أله عليك كل الكارتات بقى اللي خارجة من المصانع فى حاجات مضروبة ناخض احنا بقى المضروب ده ونحليه بقى بريفيكس اخوك ووقع بقى على باجة تمام التمامت تمام طب ولي بقيهلك البيعة دي بابن فكرش زيك ليه هو كمان إنه يصلح الكارتة دي ويرزقها أو على الآل يرجعها تاني البلد المنشا بهم اختلفوا على الشحن والمرتجع أنا وصلت في الوقت المناسب خدت البيعة كلها من صاحبهم وإنت بقى ناويت بلينة بي بس جينا بقى المربط الفرس أنا تعرفت على مهندس إلكترونيات شغال في اسكندرية هو بيستورد كتعة غيارة قال لي قاتل ود كهربائي كده حلو ناخد الحاجة البيضة وبعدين اخط السليم اشتغل ميا ميا ولا فياش أي خدش ابقى احنا بقى محتاجين موكنا بعيد في الدرق عشان نعمل فيها الحاجات دي اصلك قيادة تجميلة افيرش ولا ايه طب ايه ايدك عايز ايه ايدك على العربون عربون ايه طب بس اعتقى وحمل وربط وبعدين نبقى نتكلم هيا ساتر ايوه ايوه يا ابن عادت خلص ام فين يا بيت اهي يا بيت اهي يا بيت اهي يا بيت وادي ما الاست انت لا استنت هو جيم عاس اني ودي ودي لمستوسف خلص مرديني لو اهي انا بياخويا متعرفش شبرو عطسن فيه اهي يا بيت انا محرسوا ده وقت شبرو الوقت هيروح منك يا اخبار انت ده لسا قنزين فلد الوطش وكان لسا بيعاني الوط مؤلع او دا اشي او دا اتشي سعيد ايه يا دا اتشي النابل علشي اصطل النابل وطا عمان او اروحيني انا فينا هاي مستشفى اصطل رايب والنابل اوه اصطل حالة هاي ايه الأخبار اسكوت يبقى دا حسن دي بجاد دمها محبوس جدا ومش طيقانة يا مروه احسن خليها تعرف حجمها كويس لا لا يا مره بس انت بصراحة اتصرفت معا بغباء جيمي يا بنت انا زاهل الاسد لازم احدد مامدكتي كويس عشان القطة اللي زاهيها ما اتقربش قصلك مرات الاسد تبطل يا اللي تقبل يلا يا خانتي قومي بقى انكوشيها وعرفي لي ايه الاخبار لا ده انت تتجننتي راسمي سلام تعالي هنا يا عبيتة رايحة فين يا ماما انت الواحد يبان عنك اللي من دول عشان حدت البرانوية اللي عندك عشان انا خلاص تعبت مني كده برضو يا لولو امال انا ليه ما زعلتش منك لما عملتيني كبري للواد محي بتعطيب لا لا بقولك ايه ليه سبقية الجرائب معرفيتش عشان تبقى في جيحة عامة بس اعملها انت عارفيني واسبش طريق ابدا يلا يا حبيبتي ربنا يهديك لوحي وانكوشيها وعرفي لي الاخبار ما كنتش تحليفي بس يا مارو خلاص ما تعيتيش قلتيك نازم ما تعيتيش يا ماما انت عارف اصلا ان الكيميا العضوية كلها قيمة على ايه عالميسان اللي هو الايه يا بنتي كفية كيميا بقى انا خلاص با مش غراقي بتنافي الثاني وكسيت الكربون في ازايك يا لوبنا الحمد الله شكل الدكتور مش جاي النهارة يا ريت خلي انا عارف نذكر اللي فات طب بقولك ايه يا احمد بقى عن اذنك شوية عشان هنتكلم كلام بنات منكش فيه كلام بنات مش بس انا عايز قولك على حاجة اللي مليش فيه اللي مليش فيه هي العضوية نجمي فيه كلام البنات فريغة يالله صليم طب اركز بس في المعادلة دي وانت دي بتماء انا شايفا اوه مواجب لك اولا مين دا احمد فيه ايه يا لوبنا مازن طبعا وكان احنا بنات وفاهمين بعد كويس بقولك ايه يا لمي انتي وصاحبتك انا جاي كلية دي علشان اتخرج واخد البكالوريوس لا جاي احبه ولا تحبه ولا حد يطل علي كلام خلاص فيه ايه يا لوبنا ايه دي شوية هو انا جايبه الكلام ده من عند نفسي كل الدفع ملاحظة كده كل الدفع يلتفه وهاب لو انت زيهم انت وصاحبتك يا شباب دكتور منتاج يعجل محاضر الاسبوع اللي بعد الجاي عشان عند مؤتمر بره يلا احسن برده يلا بق تعالي نشرب اي حاجة لحسنانا خلاص عندي اصدار اشربيه معاه ويكون في علمك بقى انا مش حاسمح لحد فيك ويجيبي اسمي وسمعتي على التن مفاهمة طمينا يا ست على ابنك الحمد لله اتفضل تبخلك يا لبطول زيزو انا جمحنا يا زيزو ها وانت يا اخينا ازاي تسوفنك عم بالشكل ده وتسكن ايه ما سخنش ما سمعتش بيموت مكوحة طول الليل يا باشا ما سمعت اولي ايه اتخليفوا العلو وترموها اتفضل هاتلو الرجوعتي دي بسرعة دهت كل ارف زيزو خليفتني ابتدها قولني ابتدها يا بيت تسكنت يا رقصاكي ده ابن واحد صاحبي ابن واحد صاحبي ابن واحد صاحبي باخد امك رواطف ابن يا بيت تحترمي نفسي ماولك ياختش يومانو ماولك يشترمي يا بيت بقمش يخد ياختش يا ابدا خلاص بقى بخد الوات اهاتش اخويا شبعتاشر جنيه كم؟ شبعتاشر جنيه خاضي بس بادرامي بيهم كل انت كمالي يلا خد الوات الراح على البيت وامين بن ليلة ومجبتوليش الدولة شوف هعمل فيك انت وشابه ماشي اتناك بالليل يا بابا زيزو بابا زيزو بابا زيزو ها بابا زيزو بتبعز عفلوزك على الحريمة يا زيزو يا بيت هنعصاك انت كمالي هتيجي معايا ولا هتستني هنا وحيت امك عواطف رغف حكايتي هي واشجان مالك يا بيت كده كلمينك انك مراتي وابشاني وغيران علي ايه؟ في المستقبل ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله بسم الله طب انجد انجد يعني ايه مش فعل يعني اللي انا حسيته من كلامها انا مش في دمخه اصلا يا بنتي ده خبصة حوار النوع ده اصلا ما تشوف من الزمان ما يمكن مش في دمخه فعلا لكن في دمارك انت وهو ده اللي شدد مزن ليه على فكه مزن ده انا مش هسيبه ولازم اوقعه وبعد كده انا اللي هسيبه بمزاجه بس انت لو وقعتها حلوة مش هينفعت سيبيه ليه انه ساعتها مش هسيبك تخرجي من كلية اصلا ما هو ده بقى اللي فايت عليك يا بنتي الكلام ده هيعمله مع واحدة زي اللي بي لكن معي انا ما يقدرش يكحه ايه رأيك بقى في مباراة؟ بين سفير وبين بيع في مكتبة مش تجنن؟ امم بصراحة المباراة هنا يعني متعبطة جدا لان انا عايز اقولك ان حكاها بكلمتين القلبه ميريد قلبي ايه بس؟ يا بنتي اللازينة في ايه يا بنتي انت تجننتي؟ بصي اظهر ان كلامي مش جايب نتجه معي بقولك ايه؟ اعودي بقى وخلي عندك كرامة المرة اللي فاتت شفارك المراجي حيدلتك خالص مالك يا بنتي عمالك تلفتي كده ليه؟ انت خايف حاج يشوفك معي اوالي؟ لا ابدا طب مش هتقولي لي بقى ميلي كان بيوصلك ده؟ ما انا قلتلك ده عاصم تربي معايا زي اخويا يعني محل ابوه جنب مكتبة ابويا في الشارع امم شوف يا لوبنا تي ممكن تليني هو بيحبك؟ متفقين تتجوزوا لما تتخرجي؟ اي حاج؟ بس الموضوع اخويا ده انا مش هصدق طب انا ممكن اسألك سؤال؟ في المنهج؟ لا مش في المنهج هو انت ليه مهتم قوي يعني بعاصم كده وعايز تعرف اذا كان بيحبني ولا عايز يخطبني ولا ايه الحكاية؟ سمعت عن واحد اسمه هارون الرشيد؟ ايوك ايه علاقة هارون الرشيد باللي احنا بنقوله يعني؟ لا ليه علاقة طبعا؟ ما انا بقى هارون الرشيد بتاع كليت سيداله؟ وليك الشرف تكوني واحدة من حريم مازن الرشيد او الطنباري وكمان هتستني دورك يا لوك طيب حرك عايز حاجة تانية قبل ما امشي؟ ام عايز اسمه اردك ودي الوقت شوف يا دكتور مازن انا مش حريم حد واضح انك غلطت في العنوان والغلط مردود اريد بقى تخلي هارون الرشيد بتاعك ده بايد عم سكشن الكمنا ماشي؟ عن اذنك change بقال لا يا اخوة ا muscle ايه ايه دور يا زيزو؟ تقفروا الحزاب ايه سبب هو الله يا الحمد؟ تب تشتيني يا زيزو يا جدع علمني فلوسك بقى مستورة والحمد الله طب عليها اطلع ما ااخد منك حاجة حط فلوسك في جيبك يا جدع مرضو دارك يا انوار بس ده حقك ولازم تاخده يا عم سيبك بس من الكلام ده تا ايه اعتزلت الملعب ولا ايه صدقني محدش هنفعك غير صناعتك طب ماشينا الاول بالانوار وكنيوك مش هيتزل ده بعدين او ده بقى العبقاري اللي يفتيج بالمفيد برض كاسة عربية كار يونس شلتلك عبقاري اه بس التسجيل وراديو سلام لكن ما عارف ما بيطلعش صوت من اساس صح؟ الله ينوع باين عليك مية مية اه انا وراتلي ايه سهين تي دي ايه وكده يقول بقى وديلي الكهربائي يجرب ويشوف لا والكهربائي ليه؟ ما المكوى سخنة نقط بس اينا والراجل هيقدرك كنا يا فوز عايز اشتغل يا انا يا انا هو حد بيشوفك ما تزهر وبان عليك الامان الجزب سبع جنيه برنس انا يا انا اشتغل خلص اللي كنا بنتحنجل على حسه ويمين وشمال راح يا انا وانا بقى انا وافتح ورشته وادوس في نفس السكة يا ام فوكك من الكلام ده خليك في شغلك احسن كده تمام يا رايس اخدها وجربها لو فيها اي حاجة رجعها تاني عادي يعني الله يكرمك هكذا مرضي زي الفل السلام عليكم عليكم السلام فاهم ركالي السلام فاهم ركالي السغل بقى مملة يا انور انا عايز اطلع بسرعة حد انته أبو أسن يا عم انت دي رزق ما تعصبناش ربنا بقى قلبك على الخير مسبلاش غسالات كفاء اللي جرى بالعكس انا عايزك بقى توقديم من الراجل اللي كان ابوجك بجيب منه بضع اكسس وارات وحلل ومواتير وانا هدفع وقت طب اسمع مني بقى ودنجا دنجا انت تجيب مونة غسالة واحدة حلب ركامة اتباعت هالجوز كده يعني انت معرفتش ميلي سرق الورشة سامو عليكو زكا انوار ازيزو بقيني ساعتين دخ عليك يا جدع فيه اينك مش بعادة يعني يا شافعي وانشيدك فقى الشغل يلا وينع الورشة بتاعتك رماضة يا انوار استأذن انا وجيلك بعدين يا بيبي سامو انوار السلامة يا جدع دنجا دنجا يا عزيزو بقى نوبنه 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 ايه في ايه ايه امروش يا مل ديلت مليوم انا ما تباتت دخول علي اتبات خبر اتعاد به ما تهزك كده في ايه ايه ما ااخد مش في دوق مش في بيننا اتفاء اتفاءتش معك على حيك ده رواقي كده مش المفروض كنت هتكلمي بقى الحج عشان يديني الفلوس واسافر اه اه هو إلا اه بقى ماتنو ما تش هتلعبوني لبعض انتوا الاتنين هو هزقني وانت تثبتيني في كلمتين والموضوع دي اما بالكو اما تتكلم على ابوك تتكلم عادي شو مفيت انت لما قولي لا تقولي ولا قولك خلاص لازلالي الله بس بقى اللي حيرد عليها بقولولك طب استني بس ما تنزيش تكلميه انت كده كده هتيك كحليه هتعميها خالص مالعايز ايه؟ عايزك تهدي بس كده وتنزيدي بعدين فتكري يا لوبا انا مستقبلي كله في الكلمتين اللي انت هتقوليهم دوه حطي الكلمتين دو ليه خطي في دماغيك وانزيديله ماشي ماشي بس نتيجة بقى بتاع تربيدي ربنا يسطر بص لغاك ترى الغسلة دي لص ماتك عايزك تعرف فيها ايه بالزبط وتقزل عليها اهديك ايه الجاية الله خير يعني ما نغسلة نيوز ايه شافر ما انا عارف انها نيوز عايزك تقول للعطل فين وانصلحه وارضو مش فاة قال حطي فيش هالوقت في الكهرباء تدور تسمع الصوت تعرف الحطل فيه تبلغني بيه ماشي؟ ماشي؟ كيف اعمل ايه بورا؟ هصغالها مش محتاجة تشيره يا تجريه مين يا كيميا الغسلة دي مرتاجعة واذا فيك بول لها فيها بوازة مالكش فيها عمونا انت عليك تنصلحها وتقومت الارشينات بتاعتك مالك؟ مالك؟ دي اخير انا الشافع يا معالي مين خدمت انا الشافع؟ يعني مش هتنفع تبقى غسلة بعد كده ولا ايه؟ تايز غسلتك وروح اتفكّل على الله ورفين يا شافعي يعني مش هتنفع تبقى غسلة ابدا دي فيها كارتة يا عمو ضمت صباحها ايه ممكن تتغير لا تغير ما انا جايلك لها يا عبقاري ماخ مخفاة كده ولا حاوصل مسور وجيلك ده انت الساعد هيدق بابك والفلوس هتجري في البنك وتبقى زي الحلاوة بكرة تقود شافعها قالي بقزني بقزني طب استنم ما افعل اخدها معالي يا شافعي اخوك الشاملول فين؟ مش يجي ساعدنا؟ ولا انا مخلف جوز بناته بس؟ مالهم البنات بقى مانا ايدي في ايدك هم؟ والله انت بجدع منه قلبك طيب واحنا اينا انا مش عارف الوقت ده بالراول مين مش فاهم طب اهدق بقى كده عشان انا نزلالك من فوق مخصوص عشاني اه يبقى وصاك اتكلمين على الفلوس اللي عايزة بخصوص تأشيرة السفر ايه شطارة دي يا حج؟ طب ما انت عارف اهو؟ ولا شطارة ولا حاجة مفهومة طب صلي على النبي كده يا حج واسمع ليه عليه الصلاة والسلامة خد ناصحتي انا شايف انك تديله فلوس التأشيرة وترتح من النبي منين؟ منين يا حبيبتي بنت شايف؟ المكتبة يا ضوبك بتأكلنا يعني استلف يا بابا وبعدين يعني هو كمان عايز يكون مستقبله مش احسن من وقفده مع العيل السيعة دي على نصة الشوارع ويجينا كل يوم مش الفجر يعني تحب بقى حد يجيلك من الاسم كده يقولك الحق الواد صالح ممسوك في قضية ضرب واد ولا مخدرات ولا حاجة؟ مخدرات ايه؟ انت عارفة ان اخوكي بياخد مخدرات وحالة اتنين دي؟ لا طبعا ما بيشربش مخدرات بس وقفتهم على العيل السيعة دي ممكن تخلي يعمل حاجة غالب طب ارا اقولك حاجة بلاش انت تديره الفلوس في ايده انت روح معاه واتفحهم بنفسك قلت ايه؟ هاول ايه؟ خلاص هاول ايه؟ طب اضايله قلت له بس كده اردى عنه عشان ربانا يردى عنه ربانا يصلح حاله ربانا يهديه السادة اللي ودى العيب رزقه اكتر من رزق ابوه معلمي انه عادي ازل ايه؟ ده يمشي تلطو مية افرنسية قرينا يا سيدة ماشي عادي ماشي سلام بس عادي بقى انا خايف من ايه؟ انه لو قد يطلع واخد غباوت ابو حمريته اعتبت علايا في الموضوع ده امعلم انا حلايين لك دماغه ايه ده؟ انت حاط رجل يا رجل؟ ما اولعلك السجارة؟ قوم يا بقى في من هنا وسقت الكرسي انت عا صاحبني يا لا؟ لا عفو معلم من عفو كنت اخد بس قاعدة ود ومريح ود ايه ونيلت ايه؟ ايه؟ امسي ديله دي ماشي خليه شوف اللي فيها بحلاو يركبها انا يا معلم اي امر تانية؟ ولا حتاخد وتدي معافي الكلام وتعرفني ابعت كبش غيره لا معلم ده فريرة انا اتفس كل اللي انت قولت عليا معلم يلا انا الو اه شيرش حضر فلوسك يا حبيبي كلها ساعة وكل حاجة حتبقى لستة الله وانت نسيت خلقت مبارح انت ايه؟ البروم مكالة دماغك وجبت زيتك ها ايه؟ هاهاهاهاها لا والله لا اسد اسد وجامد ماشي اما تفضل كلمني سلام يا حبيبي انا كده خلصت يا باب انا عادي على زيزو بقى اخده معي عشان عايز اجيب شوط حاجات لك كلية طيب ما تاخد اخوكي عحسن اخده معي فين هو اصلا بيرضى يجي معي في اي حتة ما بلاش زيزو الايام دي مش عايزين مشاكل مع اخوكي دماغه مالي انا غباوة الغباوة دي حركتين عاملهم علشان ياخد فلوس التأشير خلي ملك من داخل سك ماشي عاك فلوس؟ معي بس انت هو انا بيشوف هتعمل ايه كده في التأشير او تجيبي فلوس من انا عشان هو هم بستاني ارده على النهاردة يلا سلام تبيني يا تبارها بقى هعملي ايه يانا هربوكي سوي انتي فاكرني هترجاك يا رحمة كم تساني يا بيت انت وغوري من هنا مش عايز فضايا سواد مش تقولي الحمدلله عالسلامة نورتي اشرب شويت شاي فضالي طلعي بارها ايه يا واد مالك وده انا تحمرت كده ليه يا خجول خايف؟ خايف من ايه؟ من ابويا ولا من اخي الزبط حسن يعلقك مجيتش مبرح ليه نطعتيني قدام المطافي والشمس تنقح في دمالي والشباب الرايح واللي جاي عمان يعكس فيه واقول حييدي حصعب عليه مش ههون عليه نسيت سوري عليا حصلتلي مصيبة زي اللي ممكن تحصل دلوقتي لو حد باكر وشافك هنا ليه يا حبيبي احنا ما بنعملش حاجة غلط لا لا سمح الله بنسمى على بعض جدول الدر طب خمسة وستة بكات بسبعة ونص غوري بقى مش هخور ومش هودك في دعية زي المرة اللي فاتت بسه قولي هتيجي بكرة ولجي اخدك هاجي ورحمة ابو يا لاجي يلا بقى زوقي عجلك طب بعت واحدة زي أستاذة نادية لوط في فيلم الخطايا يا بنت تعمل ايه يا بنت هتبوسع يا بنت المجنين امشي بقى يا بنت بقولنا تبوسع هو انا بقى قطر لا طيب أستنى لك بقى بكرة صحيح اتفقنا يا فت ازيك يا لبنة لبنة استنى معفل المحل اتعلي الشي يا زملاش ايه يا عم كنت فين بقى لك اسبوعين ثلاثة انت فين يا عم الشي أبلك الله قال ليه كيه دا صحدي طب بص بقى بنتك جات سألت عليك وقالت ام عيانها واخوها عيان وكلام مين دا وبتلك أقول من واش يا عم الله قال ليه كيه دا صحدي طب بص بقى للاخر انت حسابت معد العشيرين لنا وانا عايده وبطراحة عايز اجيب شوات موابقى للاخر اسمع نصر انت قريت كتاب علم القهاء والفصل التانى هتلاقي مكتوب باسم شبرو بقول ليه بقى الكتاب لما تلاقي شفره قاعد بيمخمخ في مصلحة ما تبقاش تشنشر عليه تعمل ايه؟ تقفل الكتاب وتغور من وشه نعمل ايه؟ نغور من وشه تكل على الله اقفل الكتاب وغور يهد صمحة يا شفره يا عم الأنسون هفضل مستني أهلك لحد إمتى؟ نحن جايين من المصلحة سوى ماتعرف يا عم الله مبطط المغم ده القتيلة ولا عن دم تصحيلي ودخلت مغمديلي في ايه بقى رسيلي؟ انت هتلحنة ولا ايه؟ من زمك كده مش هتاكل معايا المصلحة تقيلة ومحتاجة دماغ مسحصحة يا بلقبت ليه؟ وابطل استحتلقت المصلحة باتتم خمسين حتة وبعدها نفتح مرزقانة ونعيش نضاف ايه الحتة دي أصلا؟ تربة حشيش أحمار ايه ده أبا غيره ناسبه على دائم ولا ايه؟ مش كان اسمه فرش ناخد الفرشة بخمسمية نباحها بتعمل مياه وخمسين خمسمية؟ خمسين؟ بتا لسه هتحسب وتقرر مكسبنا سبعتاشر باك ونص حلوة أول بس فين رأس البال ده؟ ايه دي المصلحة اللي ربك بعتها لنا من السماء الناس واسقفية هيدونا المصلحة لحد ما نسلك نعدي نبيع بس أنا حاسس كده دي المصلحة دي مرسودة أسطى اللي فرق بالرخيص اللي بعاز يخيش ويخلع المصلحة رأس مالها قلبي ميت فيها؟ فيها بس اللي فيها تعبينة لو ما شناش ألف غير ناستمنوا يشيلوا ياما على بقلك ولا بقولك يا قدودة يومين استباها احنا لجينا قب دغرق فكر ورد علي طب أعد عليك وأخلي في البيع مش رايح الزفت سنرتك وحصرني على الخن ايه؟ وبحاسب الوقت ناصر اللي مش هاكله هيبيد ويفقس ومعراش الكتاب برضو كتاب ايه؟ قلم الاهاوي يا احمار طب ما سنشعك تليم الدودة يا شابرو؟ انا كلما بجيب الدود السمك بيأكله وانا هاعمل ايه بعد كده؟ وحياتهم اللي أعوارك واربيك السمك عشا عبروك وانا قد لنا سمك يتاكد بقى ويقوط فانا للزحفة اللي احنا فينا طب انت راح في الطيب انا عارف وانا في السمك والله العظيل زي ما بيقولك يا لوبنا واما كان قبل كده عندهم فيش هبائزة فبوها بعت عشان أصلحها بعد كده يمكن حاجة تانية عطلة فجاية تانية تقولي يا طب انا عملي طيب جاية تقول لكم باب ما افور عليكم الورشة؟ اما انا قلت لك قبل كده يا لوبنا الباب بايزة ولا يبيعلى طب انا عمليه؟ هو قاف اللي واحد اخوة انت بتسك فيها؟ اه اه اصق فيك لكن ما اصقش بقى فيها هي طب انا مانة بيها بقى الله يا سلام والله العظيم ما فيه حاجة اما ليه بقى استنك بقى ومتتأخرش علي انا؟ والله ما فيه حاجة طب ايه تيجي حاجة فيك ايه؟ فك بقى فك بقى يلا حكيلي بقى ايه حصل ما انا كنت جاي حكيلك على الورطة اللي انا فيها اللي ملعتها عندك في الورشة والبيب مفور تاني تاني خلاص يلا هنشوف حاجة ياه ايه؟ ايه؟ لسه زعلانة؟ لا اه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنا خايفة من إمتى؟ اسمها من إيه؟ من إمتى؟ أنا أقصد من إمتى لأن عامل ما شفتك خايف عشان كده بقولك من إمتى؟ بعد ما دخلت الجامعة فرحت فرحت النحاقات نص أحليا والنص التاني أنت يا زيزي بس بس النص الأولاني خنق النص التاني تبقاش معاقت كده أنا مش دل أصولك زيزي وانت بالنسباني مش مجرد حلو هتا الدنيا كلها الدنيا اللي ما دخلتهاش ونفسي عاشي تحتة مني ومن كل اللي فات عارف النهار ده بعد ما سيبت المعيد اللي حكيت لك عنه وده فضلت تفكر فيك كل الطريق من البتلك كله حسيت أني خايفة خايفة أنك تبعد عني بتعمل شمعتك الظروف أنا أسفة بس أنا بحاول أحط قدامك كل الحاجات اللي جواك قول أنا فاهمها كويس وفاهمة أني بسهولة ممكن نتنازل عني وحتى لو عملت ده أعمله عشاني عشاني؟ عشاني؟ عشاني إزاي؟ لو كنت قرية بالنسبالك نص أحلامك فانت يا لوبنا كل أحلامي زمان واحنا عيال صغيرين كنت أما تشوفك كده طالعا من البلكونة أو خارجة من المكتبة كان جسم كله لأشهر كنت بقى رأقلك بخاف عليك وأغير عليك بس رأقلك مزارات في الرايحة وبجايف وكل سنة كنت بتمنى تنجحي وتجيبني مجموع أكبر حد ما تخش الجامعة كنت بتمنى تفرح يا لوبنا زي ما تكوني بنتي عشان كده لو عملت ده ومشيت هبقى عشان مصلحتك صدقيني قديك قولت بقى مصلحت وأنا بقى مصلحتي معاك مين قالك حاجة غير كده؟ دكتورة بتحبه صايعا؟ متقولش على نفسك كده انت مش صايع انت حبيبي تظهر ان احنا متورطين في بعض بقى عارف اني بقى أصحاب ولا حبايب ولا حتى أخوات ليه بتقول كده؟ عشان الحب مش فاتوانة ولا فردة صدق ولا حدود تبتنتيه في كوشي انك تبقي مبسوطة وانت بعيدة عني بحب ده بالنسبة لحب وديكي شايفها ابويا مات وفاتلي هم على هم طول ما انت يقس كده هتفضل تعذبني وتعذب نفسك انا مش عايز اشوفك تاني ولا انت بقى تحاول تشوفي خلاص؟ اجيزو معلم خطفت من اول الشارع اجيزو معلم خطفت من اول الشارع مش يا اوه يا روح انت ماش امعلم ايه لحلاوة دي يا زيزو اندى الشافى انا بتغسالة وات الله يبارك لك يا معلم اسمع الكلمتين دول بكل كيانك ودماغك شارع عبدالعزيز مليان إلكترونيات وكهربائية صفارة تلم ديش بس عملي دي رزقك واسع واللقمة بتبدي أكلها وانا بقى كيسدادة اسمع عزيزو اللي يمشي في المولد يتحمل زق الدرويش وده مش أي مولد لا ده مولد سيدي شارع عبدالعزيز شوف أبوك زقة واحدة لكنه معمول من الإزاز اتفاتفت 600 حتة لديني من طاطة هوا يا معلم عشان الامة اللي تكسر طاطي ولمي براحتك وعلى مهلك بس يوعد تبدي بجنانك يقع منك كل اللي لميته ربنا يا جعلنا من درويش هكا معلم ونمشي جنب الحيط وأنا موافق تبقى من درويشي ومحدش هيلبسك العباية والعمة وتتدرويش غير عمك عنديل البرودي ماشي روح فكر في كلامي اللي قلتهه لك كلمة كلمة ورد علي بكر ولو انت لك ان فكرت وراكب معاك من أول الخط خلاص يبقى اتفقنا ويا دار ما دخلك الشر خد خلي بالمعاك نمسك سلام شوف يا صالح يا ابني الظهر انك انت مقدرتش تفهم ابوك كان نفسي انك انت هتفهم كده لوحدك لكن بقى يبدو ان انا اللي لازم افهمك بنفسي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورح الله وبركاته تعالي اسمع الكلام اللي بتاعدي انت كمان هتشهده عليك تم ترد السلام الاول يا صالح انا مليش رجل غيرك اختك ربنا يخليه هتقعد معانا شوية ومصيرها البيت جوزها يعني انت رجلي سندي ابو انا اطرح حاجة تانية يا ابوية بيعزم عليك يعني تفكك من موضوع السفر ده وتقعد معيه اه شوف يا ابو امن غير ما تزعل مني انا موضوع المكتبة ده ما بنزلش من زور وانت عارف الكلام ده كويس وكل ايش تحلم بيه في الكلية اللي انا دخلتها دي ان انا سافر برا يا سيدي انت مش عايز تساعدني سبنا انا اتصرف بقى انا قدامي واحد ممكن ياخد ربع جنيه عالجنيه وكدت انا بقى اخلص ربع جنيه عالجنيه يعني ايه ربع فايز انت مش عارف ان الربع حرام حرام ايه بس يا ابوة حرام ايه بس يا ابوة والمبلغ كام؟ اربعة الاف جنيه بالتذكرة بكل طب انا هدهم لك ربنا يخليك لينا يا ابوة ويخليك لينا يا سيدي يغدت يا مصلحكي ماشا بس اسمع الفلوس دي انا هسترفها لك الراجل الحقيقي بقى يا سيدي يا علاء النعمة هبعتها لك من اول مرتب اقبضه بس ها نقول بكرا كويس ايبوة بقى يا ابوة ربنا يخليك لينا ساموه عليكم ساموه الله بركاته ساموه بقى ساموه والنبي عشان ربنا يفتح عليه كده ويمكن يكسب فلوس كثير يبعتلك تعمل عمرة ولا حج انا مش عايز منه اي حاجة انا خايف عليه من نفسه هو لما حضرتك هنا وانا هنا ايه مين قاعد في المكتب والله العظيمة نزيقت قفلتها والد اطلع السريح طب هتنام خفيف زي عوايدك بقى واذا تتعشى معايا طبعا ما هتتعشى معاك بس اسمعي انا عايز ان دوتش يجبنا بيبا وكباتش هيب الليبا من عناي اسلم عينيك يا حبيب استغفر الله العظيمة فاضل يا معالي منذير ده احسن فان في السوق وليللكم بسطلعتوا عن النبي الله يسطلعتوا والسلامة هم اوه 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 يالله يا حبيبي ان دفقم وعينا ان دفقق معالم tendtles ما فيش انانا من معلم ما فيش مراها معلم ما فيش همر واحد صالتي ايه اف forests شوف الله اوه افصالات تا كل يوم افصالت اناي هتعملي فيلم أحسن حاجة عملتها والله أنا دوارت الودة بقول لك يا شيرش عارف العيال دي؟ أوجول والله والله يعني يا رب في أوجول قلت ليه شوائك في اللي قلت لك عليه اللي هو أي فكرنا كده؟ الودة يا زيزو بن عبر عين لا 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 لا؟ انت كمان هتعمل فيلم علي؟ ولا فيلم ولا حاجة؟ بس الودة آخر واحد ينفع في الموضوع اللي احنا فيه ده ده يرجع الغسلة فبريكا يا سيدي ما قلناش لأ يا صنايعي شاطر آه لكن سرنا يبقى في عبه ما ينفعش جراندين انت خلاص مخك بز ما قلتش بتعرف تقرأ الناس ولا إيه؟ يعني أنا روح أجيبه وده أحتل ومتداول وبعدين يطلع يبخ بره وراحتنا تطلع؟ لا نروح لزيزو اللي مخه بيورر أول ما رجله تاخد على القرش وإزاي لمه مش هنعرف نحصله وإحنا خلاص كبيرنا ما عدناش نعرف نجري تاني ونتنطط أنديل أول لك بصراحة أنا عايز ويات صحة وعافية يعرف يقدف جامد قوي بيا وبيك لغاية ما يوصلنا الشاط التاني وأول ما يوصلنا الشاط التاني هتعمل فيه إيه؟ قولي بس إيه اللي في مخه كأنديل لماذا هنفضل عادين زي الكلاب كده؟ هنجدوا كده لحد لما نجري جديوك ونجري إنه نيادنه في الفجر الحاد لما الشمس تجري تشكشك مش باين لها إنها هتتعدل يا صحبي إن شاء الله بابان عليها قادينا عايشين زي الميتين وعنشيله والخط وزي الحمير حد لما نشوف فقرتها إيه؟ ضهري وجعني يا صحبي ما إنتش قادر أجر الحملة تقل عليها يا صحبي قوي مش قادر أريز أقولك على حاية اللي ظهر عيه أو في الشغنانة بتاعيتنا دي ما عليجيش ياكل لهو والعياله عشان خاطر يا صحبي دايماً ما تبصش على الزردور اللي على الشجرة تبص على اللي فيدك بس أنا أم روح أنا ابني بعافيا شوية لو سأل علي أقوله أي حاجة أهجل يا صحبي أهجل أعجل أشوف مصلحتك ومصلحت عيالك يا مياتس يا زيزو أه إزاك يا أمور؟ الوارشة نورت والله أعمل لك شوق الشاي كده على السخان لا في عصير أو نص فارغة أقصام عبط وماله أروح أجيب لك خلي ملاك من ورشة لا بص استنى عشان مستعجب قفل كده وتعلى معي الراجل لدك وتعاوزه جالي أنا يا راجل يا جدعة بتاع المواطير وبراميل الغسلات آه لا ما أسنى شكلك صرفت نظر أسنى مش شايف عندك سبوبة تانية يعني مش النظرية يا صحبي أسنى زي ما تقول كده تقلت عن مصلحة دي مش عارف ليه مش ملمسة معايا آه بقولك بقولك ما عندكش أيسيات للكافة دي يا بقى تعالى دور بنفسك بس لو اتأخر بقى بتعالى بكرا أسنى كنت بيقفل الفراجي الجايلي قلت أجد ديك خبر سلامة حجي دنجا دنجا سلامة بن نور مش فايدة نقصين عشرين جميلة والنعمة يا خاتي زي ما بقولك كده ورحمة طلع باكوا من جنو ودها عشرين جنيه قلت روبت بقى سأفروزك ليه يا زيزو أمشا خطفية وقال لي وانتي مالك انت دي مرات وحد صاحبي طبعا عايز أسألك على حيدي إحنا إش عرفنا إنها مرات وحد صاحبه ها طب اللي شوفتيها معادي حيوة أمورة زي كده يا ماري حلوة أمورة إيا خالتي شكلها زوابق دي وغدا باش لكيره في خده وقال يشوف حاتي برا يدي يوجع بين الناس وبعضيها ويكدرنا ليه وانتي مالك انت باتكلم مع خالتي أما ايا خالتك صح بدمني جلبها بزاعلة حيتولدها ليه وانتي إيش أخشاشك انت في كلامنا ها فاهميني بس يا بيت انتو هيا بقى مالك الرحمة اهو جلب النصايب وصل اهو يا خالت والله ليه موتها اشجان حاضر يا عبد العزيز ده النشوق لنا اللي تلعت غلطانة في الآخر ولا ايه هي تتخبصوا عليها يا بنت الخباصة وانتي فاكرة تتستري عليها اهو سمعتيها بودانك اهو بقولي كيان تبينيش حوق انه خليك الميكروكرون بتاع التمريد وفاهمك والله يا معهد التمريد احسن مش عالف يا اخد حيت الدبلوم مرهينا جطعك تقطيع مرهينا جمينا جمينا يلا يا بتترخش يا ناسي كنتي يلا امشي خد يا اما ما عانتش محتاجه من دوق تعالي يا اشجانة عايزي ايه خليح فينا عبد العزيز ياما اسفوتي بقى الوضو مفتوحة ومتجنك اهو طيب يا خوف هما داخلين لقدر الواحدهم ولا ايه عادفها بانهم متجوزين احنا ما نعرفش ولا ايه خد يا اشجانة لا ما عايزاش ما هم مش ليك ما تخافيش ما بتديهم ليه يعني هم معاك ايوه بس ايه بقى الله ما بقولك مش ليكي ايه فهمت ايه لكن اشيلهم معايا من ورا مرتخالي ولا اقولها ما تقول لهاش واه واه ايه تاني انا ما حبش كده حض الله الظاهر انها من حاج عيفش ما تحسني ما لفزك بقى بقولك بقولها انك هتشيلهم معايا وانا مش هقول لها انهم معايا لا نصحى يا بيت نصحى بضحك معاك لا فلوسك تشيلها معاك ولا تقول لي ولا تقول لي حاجة وبعدين بقى في الليلة المنايلة دي بقول الحكاية واقرة كده شيلهم في بام ايه؟ ايه فهمت عايز نجولها زيكم كده بانك خلف نص معاك اخوضهم منك بقى لقيتها شابرو ارغي احدى دستات سبك بسعبك والمن غير نصاحة البضاعة دي مشبوهة والحكومة شباهة احنا نجيب واحد نعمله دودة دودة؟ طعم يعني الحكومة تقفشوا ونخش احنا في عز البعجدة نسلك البضاعة ونطير زلعة صفير دستات سمك بسمك بسمك السلام يا بكره هي دي خطة الفجورة جدنة بس مين بقى السمكة اللي هنصطاد بها السمك بتاعنا نصطاد سمك بسمك السلام السلام يا بكره نصطاد سمك بسمك وصادة الصدة بقى طالع عبد عبد النبيد هجلز رهبتك يعد دلوقتي ايه يا بكره ها؟ والعش والملح والصحبية اللي بيننا دايب التجورة دعب كده عبوا تصاب علي؟ دستات سمك بسمك يا جد عبوا عبقى بقش يا بكره طيب 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 قولك تنفسك يا اللي بتخفض ليه يا أختي كده عب صبح انا نقصى ليه يا اخت انت ايه ده؟ مين انت؟ فين زيزو هتفضل يتشوحيلي بالبداع دي كتير؟ فين زيزو؟ مين انت يا مفضوحة انت؟ زبونة قولي له زبونة غسلتي بايزة بالتهرب وعندي كوم غسيل عدى كده ونفسي اخسن تهرب ايه؟ زبونة ايه؟ هو محل حلابة؟ البيوت لها حرمة والناس لساها نايمة طيب غشي صحي اوامي يلا مونتي هتأنسينا لحد ما يصحى ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت بس ما تنسيشش بقي تقولي له سنا يلا بتتركز الميعة دي؟ مين كان بيخبطها اي شيكا؟ صحتك بدي الملكومة دي؟ مستاجي ليه ما تتسبح وتفطر براحتك؟ لا انا عندي مصلحة مهمة مين كان بيخبط؟ واحدة مكتوحة كده بتقول زبونة غسلتها خربانة وهي خربانة زبونة؟ وانا من قمت ببيزة بايزة 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 رايح فين؟ رايح دورة المية رايح دورة المية ايه دي بلد باشكيرو غيار طيب؟ لا انا مش هستحمل هتعمل ايه؟ هشقلك في دورة المية ايه عشجان؟ انا ناس بتعمل ايه في دورة المية يعني ايه؟ 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 يا مهرب ياه؟ تستنيني مهرب ايه؟ 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 انتوا مين؟ ايه؟ امه؟ امه؟ يا امه؟ يا امه؟ يا امه؟ ها؟ شه! مستنش كده! مستنش كده! مستنش كده! يا أمّا! بتعمل ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ يا أمّا! مين اللي قوضت يا أمّا؟ هو مين دا يا أبني؟ إيه يا أمّا دا؟ دا كلام برضو! قصدك ديك الرومي ديش ترى تخولك أشجال! ولا ديك رومي ولا جبنا رومي! وبعين دا خيال يا أمّا! كل ما بصلي بصلي بجنبي! إيه كده؟ إيه الرعب اللي أنا فيه دا؟ وإنتي سابة الدنيا دي كلها وجاءة على ضرورة المية تحطي فيها ديك رومي؟ وما الواحد يصرف نفسه إيه دا إن شاء الله؟ في البلكونة؟ لا! البلكونة فيها فروج وكاتاكيت وتلات أراني! لا! دا انت نوعي الجننين يا أمّا تهجيني من البيت أصلاً! حق عليها بتربي الطيور عشان توفر لك فلوس! صبرك بس ستة وتمان شهور! والخير كله إن شاء الله! لو أنت فاكريني أنا هستنى في المرستان دي ستة وتمان شهور؟ أنا عايزة أرجع مليش كتكود في البيت! طب يا حبيبي خش إنت بس يكمل وإنا هتصرفهم لك! تزدربنش كده؟ كمّل فيهم بس يا أمّا ما قطعت خلاص! أشوف أي دورة مية في الطريق أنا ماشي! هو من اللي كمّل بسأل عليّ! وليح تحطي الحمار والإخضر ومتقصّع كده وعريانة! اسمع سماء ولا؟ مستنياك تحت! ما أقولها هي؟ قلت لما عريانة تحت! قول حاجة ولا ايّ؟ لا ما بقولش أي حاجة! عايزة أرجع مليش حاجة في البيت ها؟ ماشي! ماشي الخلقه كده مش ده! انت بجانين تتعبالي! ها مليت الوقت! أنا هاتبحة ولا هلاتش على أصحابه ولا ايه؟ رجال أصحابه ايه بس ما تحطوش في الحمام وبحطيه في الملكونة! فتاحي بقى! يبرك! يا جامل! يلا يا معافل! خرب بيت أمك! بيت سنينك على الصبح يا واد انت شفتها عقربة! هلعن! للي حصلت تجيلي المنطقة؟ عشان تعص من أنا ممكن اختفق من الحرمام! لحالة! مين البيت الصعباء اللي عندكم فوق دي؟ وانتي مال أهلك! لا يخرب بيت أبوك البيت جنانك في ساعة واحدة! خليج جاي تهواري لحد ما تتعوري وتعورينا معاك! يا أختي ونبي بطاعم كده وحلو وانت قلبك حي! شوفي يلا خلي الرجل يمشي في عز شرابي ايه؟ ايه يا أخوي احنا لحقنا! دينا لسه دخل حنا سنسقنا على الكرسي! أنا أسف في انت تحتامل حضرتك! تعالي أنا تتعمصت! تحتامل تتعمصت! يا أخوي هنأكل هنفطر مفطرناش! تحتامل ساعة! وتلاقيك انت كمان مفطرتي! خلاصي بقى! هناخد اتنين سجوء! واتنين كفتة! وترشي! ومي عشان نبلع! وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصة عالصبت! خدمة ساعة يا فامي! يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم! تحتامل يا خلاي! وبقولك ايه؟ ورحمة أهلك كلهم نربيك فنين وقل ما شوفتك! يا فاند ما أنا عملتها شي ترميني فنين يا فاند! أنا في خدمة ساعتي يا فامي! انت جا تعمل لي فضايا حينة! الراجل ما غلقتش! لا غلط! كان بيبصي لي كده مش حلو كده! زي ما يكون مش عجبهم شاكي! ايه يا أمر انت؟ صرحان في ايه؟ ده هي يكون شاكلي عجبك ولبسي حلو! قبول يا واد عبر عن مشاعرك! أنا حاس ان احنا هنتمسك! هل تعرفي بقى انت مش نهو الجباه البر؟ ورنا لو ععف ان جاي شرع عبدالعزيز والله العظيم ما كنت جيت معيك يا مروة! فيه بس يا بنتي! أنا جاي صالحة! فيه حاجة دي! طب وانتش عايبت عنوانها بقى ازاي يا مروة؟ همشي سمع لبنا لطفي وساكني هنا في شرع عبدالعزيز بسيطة جدا! استنى استنى! يا رايس! مكتب تنحج لطفي فيلي! عالش مال أعطول هنا! شكرا يا رايس! شفت يا ستي قدينا وصلنا هوا! عاوزكي بقى تشوفي منخرها لما تفتح الباب وطينا قدامي! يا مروة! اه مال ظريف جاني! عشان خطي بلاش والله نرجع! انزلي انزلي! ممكن يكون حظية حلو تكون راحة مشوار! يوم! لو سمحتي أنيسة! ممكن! اهلا 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 ازاك يا مروة! خطو عزيز! والله جويس! كمان بتقف في المكتبة بنفسك! اه! وساعات برش مية وبكنسها كمان! نورتو شارع عبدالعزيز! انتو ايه اللي جابكو الناحياتي! احنا كنا هنا في مشوارة وقونا نيجي نشوفك! طب تمام! بتشربوا حاجة سععة بقى ولا ايه! مبلاش! لحسان باباكي ازعقلك انك بتصرفي من ارادة المكتبة! ايه اللي افلام العربي القديمة اللي تفرج عليها ازي! ها! حاجة سععة! ماشي! ماشي! يا ناس! اثنين حاجة سععة مش هلي واحد! مكتبتك حلو قوي عليك! وامحي كويس! انا كنت فاكرا مجرد كشكة كده وما كان التصوير! تحبيه لالدرجاتي؟ هو مين؟ الكبت شين! ما تأثري كده وبلاش حركات السنويذي! اللي انا عرفه بقى ان البت الجدع بتمد ايديها وتاخد اللي هي عايزي! لا! اصلي انت متعرفنيش! انا ماخدش حاجة واقف عليها دبانة! تبي صادرانا يا شاطر! عشان ساعات الدبانة ممكن تموت بني قادم! وساعات كده تلاقي باللونة حلوة قوي! وكبيرة وملونة! وقاول مييجي جنبها ده بوست! فس! تبقى ولا حاجة! ايه يا عمي فطوتان شوهية؟ ايه شغل في وزير اماضان ده؟ السائع! يا دكتورة! وعلى حساب كمان! تشكر يا زو! ابن بلده كلك مفهمية! الحاجة الساعة! مرسي! انا اصلي عملا دايب! انا بقى حشب! ومش كده وبس! لا! ده ناخد اجندة كمان! وفوقيها قلم كمان فوق البيع يا حبيبتي! سلام عليكم! عليكم السلام! ابويا الحاجة لطفي! معلش ما بيسلمش على بنات عشان بيبقى دايما متوضي! زمالي في الكلية يا بابا! اهلا وسهلا اننورتوا! طب ما طلعتش فوق ليه؟ معلش استهما ماشيين! اصلي ما روهم استعجله! تردي الزيارة بقى! الزمالك! فيلنا رقم سبب! وده عنوان مكتوب عندي! معلش ما مش حقدر! ما انت عارفة بقى! يا اما فوق بذاكر! يا اما في الكلية! يا اما هنا! برش معي! انا مكناش قوي كده ليه؟ ماشي يا بنت السفير السابق! ايه؟ السفير السابق ايه؟ ولا حاجة يا بابا! بس يظهر ان الواحد لازم يطلع ضوافره عشان اللي ما يختشيش يخاف! انا طلع! ضوافر ايه؟ يخاف ايه؟ البيت دي مالها النهاردة!